بسم الله الرحمن الرحيم اعرفكم بنفسي تاني انا الدكتور محمد التومي استاذ الاشعب كلية طب طنطة ويشرفني النهاردة كون معاكو سواء اذا كنت عضو في عضو اي التدريس في كلية طب طنطة او كعضو من الجمعية المصرية لاشعة الاطفال وكمدرب زمالة معاكو والنهاردة الكلام بتاعنا على البيدياترك ايه هي الابروتش والجينال الامجينج تيكنيك اللي احنا بنعملها في حالات البيدياترك عندي حتة كده بحب دايما اقولها قبل ما ابتدي اي محاضرة بواجه عام في بحب دايما اقول الحتة الاولانية بتاعت الجينال الكونسدريشن دي في الاول قبل ما ابتدي اي محاضرة بتاعت اناتومي او تيكنيك او كده بنسبة الفيرست بارت فيه الكتاب ده ظريب جدا اللي هو بتاع جايد راديولوجكال بروسيدجرز اعتقد ان انتو فاميلي ار بيه فيه اول شابتر ده كنت قريت الكتاب ده زمان وانا نايب وكان فيه شابتر كده اسمون جنرال كونسدريشن يعني هو بنفس الطايتل ده الفكرة ان دايما احنا تعلمنا في كلية الطب ان احنا دايما يبقى عندنا سكيم في حياتنا لأي حاجة بنعملها حتى لما كان بيجلنا زمان احنا يمكن احنا جيل قديم شوية في الامتحانات كان بيجلنا اسئلة لونج يقول لك اكتب المانج من تبتاع مثلا معين فيقول لك المانج من دي انك تكتب كل حاجة من اول الباثوفيسيولوجي بتاعه للمش عارف ليه للجراحة للكلام ده وكده فاحنا برضو لازم يبقى عندنا سكيمة في دماغنا لأي راديولوجيكال بروسيدجر بنعملها سواء كانت اكس راي كونتراس ستادي سي تي ام ار اي فهو الكتاب مجمع في اول شابتر فيه ايها الجانرال كونسدريشن ويمكن فيه محاضرة مطولة انا عملها على قناة الاسم بتاعتنا شارح فيها هذا الشابتر بالكامل الفكرة كلها بس ان انا دي التايتلز الكبيرة بتاعت الشابتر ان انا لما اجي اقول لك مثلا انت عايزيني مطلوب منك انك تعمل ابر جي اي كونتراس ستادي لطفل او لعدلت او واتفر فيه حاجات لازم تفورفيل تبقى في دماغك او تشيكليست كده انت ماشي عليه في دماغك وهي ايه هو المثود تبقى انت عارف ايه هو المثود المطلوب الانديكيشن امتا بيتعمل امتا ما يتعملش الانديكيشن لو انا هحتاج هستخدم كونتراسط ولا لا في هذا التكنيك وايه نوع كونتراسط اللي هستخدمه اناة هل هستخدم جهاز عادي هستخدم جهاز فلورو هستخدم جهاز هستخدم جهاز مراي هل الابتاقي محتاج امتا لا هل محتاج قبل ما ابتدت بتاعي اعمل اللي هي هل محتاج اعمل افلام معينة قبل ما اعمل الفحص دل بعد كده سيفجب بيتغتشي ازاي هاددي للي اينه سوفا هادديها له literally تمام? ايه هو ده التكنيك بتاعي? ايه الصور اللي انا بصورها? وبعمل لايه? بصور مسلا الكلام ده? هل في بعض الحالات اللي بحتاج اعمل فيها للتكنيك ولا لأ? وانت وبتبقى ساعات او هل الفحص ده محتاج يعني الجماعة مسلا بتوع معروف ان الجماعة بتوع الانفزيف انجيو لازم العين مسلا بيتعملوا ويتنوا في المستشفى واندر وبصور القصة دي تمام? وهل الفحص ده 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 الملخص بتاع الشابتر ده يا جماعة ياريت تقروه بواجه عام لكم في اي تكنيك بنتكلم فيه في اي حاجة في الاشعة وموجود له محاضرة انا بشرحها زي ما قلت لكم على خناة القسم الاشعة بتاع الطب طنطة وانصحكم ان انتم تقروها دي هترتب دماغكم في اي تكنيك يعني حتى لو جيت بقيت لك اعمل لي لللاب توب اللي انت فتح منه دلوقتي هتروح جاي حطت الايتم دي وتبتدي طب تكتب وتكتب كلام كويس جدا ان شاء الله وغير كده انا دايما بقول الامتحان بتاع الورق ده والامتحان النظري والعملي ده كلنا بننجح فيه امتحان الحقيقي مع المريض انك تعمل له الحاجة الصح وتخدمه وتعمل له الفحص الصح عشان تساعده طيب في برضو بتاعتنا استكمالا اللي بدأته الدكتورة عبير المحاضرة الجميلة جدا بتاعتها مبارح اللي هو احنا دلوقتي عندنا من الخطأ ان احنا نتعامل مع على انهم تمام لهم بتاعتهم لهم بتاعتهم لهم بتاعتهم تمام ولازم احاول لو انا قررت ان انا اعمل فحص للعيان ده هي انفولف ان انا هستخدم فيه لازم اعمل تكنيكس اللي اقدر اعملها طيب زي ما كنت بقول يا جماعة ان انا لازم اعمل بتاعتي بما لا يؤثر على جودة الصورة ان انا طلع منها دياجنوستيك ستادي الحاجة اللي عايز اقولها واللي الكتب بتكتبها يا جماعة دايما يقول لك اتس بيتر نوت تبير فورم ان انديكيتد ستادي رادر دان دو آآ آآ استادي وز دوز ريداكشن يعني ايه يعني البيبي ده لو مش محتاج الفحص اللي هيستعمل فيه ومايلزموش ما تعملوش احسن مش انك تعمله عشان ترضي الدكتور وتعمله بدوز ريداكشن يعني دي نقطة مهمة جدا يا جماعة لو انت شايف ان فعلا الفحص اللي هو هيستخدم آآ رادياشن سواء اكس راي فلورو او سيتي او واتفر ده مش هيانصر بتاعنا او هيفيد العيان يبقى انت ما تعملوش ارضاءا للدكتور وتعمله بدوز آآ آآ عشان ويمكن الدكتورة عبير اتكلمت على الكلام ده بتفصيل مبارح في موضوع جنتلي والمبادرة اللي اتعملت في امريكا والعالمية دلوقتي بتاعت للاطفال طيب ايه هي بتاعت هما اللي احنا عارفينهم طول عمرنا في اي اللي احنا درسناهم في اللي هو ان انا ممكن ابتدي بالبلاين راديوغرافي الاكس راي العادي خالص الفلوروسكوبي اللي هو ريليتد اللي هو الفرق فيه بس ان انا بشوف الصورة وهي بتتحرك بدل ما بصور صورة ستاتيك في البلاين راديوغرافي الفلورو بتبقى عبارة عن صورة دايناميك بقدر اشوفها بتتحرك قدامي طمعا عندنا الالترا ساوند عندنا السي تي عندنا الامر اي والنيوكلر ميديسين ستاديز هتكلم عليهم كلهم بس يمكن المينسكوب النهاردة بتاع المحاضرة بيكلم على البلاين والفلورو وبقيت الحاجات هنتكلم عليها بسرعة طيب اول حاجة البلاين راديوغرافي بعمله امتى جست اللي هو ويمكن احنا دايما عارفين ان الناس دايما بتزعب مننا في الامتحانات بتاعت الماجستير والدكتوراه والديبلوما لما نجيب لكم عندنا جامد جدا في قرية سواء بتاعت الشست او الابدومن او بتاعت في الاطفال او الكبار او الحاجات دي فده بالاسف خلانا ان احنا نروح نعمل يعني لسه برضو كان النهاردة مبارح كنت بتكلم مبارح كنت عندي نهاردة عندي بيشنط برضو طفل اربع سنين معموله شست وابدومن لمجرد ان عنده نيمونيا وكانت عاملاله ابر ابدومن فراح بتخبط فيلم شست سي تي وابدومن عشان نشخص الوبر نيمونيا كانت واضحة في بتاعته عادي خالص تمام فالفكرة ان احنا بنعمل امتى الراديوغرافي بتاع الابدومن اه غالبا الاطفال بيجوا نتيجة نتيجة تمام ممكن يبقى عندي في نيوناتز زي حالات ممكن مشهور جدا ان الاطفال عارفين ان هم عندهم كريوزتي فضول يعودوا يلموا الحجم على الارض ويبلعوها يقول لك الولد بلع كوين بلع مش عارف حاجة مثل بلع ايه بلع بلية الكلام فساعتها ممكن ايه اه تعمل لو انت عندك حاجة تقدر تجوابها بالالتراساوند الاول ما عرفتش تجوابها بالالتراساوند اعمل طيب الطرق بتاعت الاكسراي بتاعتنا ازاي انا يمكن كمحمد التومي كان شغلي اكتر اه او اغلب شغلي في البيدياتريك اه انفولفت شوية مع نيوناتز ده من ايام ما انا خدت الماجستير والدكتوراه الماجستير بتاعتي كانت نيوناتزها وبعدها كانت الام دي بتاعتي فكت بشتغل في اه مع نيوناتز وما زلت اكتر لفحصات نيوناتز ويمكن دول في الاطفال لان دول يعني فعلا بالذات والاطفال اللي هم بتاع الحضانات دول تشوفوهم حاجة تصعب عليكم جدا تمام بصورهم الاول ازاي كتكنيك ازاي يعني انتم مفروض خدتم محاضرات بتاعة عارفين ان احنا بنصور الابدوم بتصوره يا اما سوباين يا اما ممكن اصوره اريكت يا اما بصوره مسلا على جنبه دي كيوبتاس والكلام ده طيب عندي مثلا بالنسبة لطفل في حضانة التصوير اللي عندي ممكن طيب احنا يا جماعة بنتكلم على خالص احنا عندنا طبعا انتم مفروض من ضمن الفيرست بارت ان احنا بندرس بتاعنا الاطفال بنسبة ممكن الاطفال بالنسبة ل بتاع الابدوم ممكن اصوره زي الادلت عادي خالص ان البيبي بيبقى نايم سوباين تمام زي الطفل ده كده في الحضانة شاكين عند الليزر هنا تمام ان الطفل نايم في الحضانة سوباين وبحط تحتيه الكاست او بتاعي دلوقتي بقت في حالات دلوقتي بصوره بجهاز الصغير اللي زي ده كده اللي بيمشي جوه الحضانة بالعجل كده زي الويلد شير تمام وممكن اصور البيبي ده وهو سوباين زي الادلت عادي خالص تمام الفكرة ان احنا في الاطفال بتبقى هي جرعة واحدة ممكن اصور مع الابدومين اللي غالبا يعني نسبة كبيرة من الاطفال دول بيبقى داخليه للحضانة مسلا باردي اس ده يمكن من اللي هو ريس براتو دي سترس سندروم فده ده مهم جدا ان انا بشوف العادي دول مع مع الحاجات دي تلاقي بطل ونفخت شوية فيقلقوا في ساعات نصور ايه الشيست مع الابدومين مع بعض بدوزة صغننة خالص على قد البيبي ونعمل اللي كانت بطور عبير بتكلم فيه طيب انا ان البيبي ده مسلا فيه فيه يعني الاطفال دول بيجي لهم حاجة اسمها ده بيبقى منوع من بيحصل في الباول وليابل جدا ان يحصل فيه برفوريشن ويحصل فيه نيمو بروتينيا طب احنا عارفين ان في الادلت لما باج اصور او بدور على نيمو بروتينيا غالبا بصور العين ايركت يعني واقف على حيله او قاعد بحيث ان انا بعتمد ان الار بيطلع لفوق واشوفه اندر ده ديفرام طيب الطفل ده طفل زي ما انتو شايفين لا حاوله له ولا قوة هقول له اقف ازاي هو نيم بالعافية كده اصلا فممكن نبتدي نعمل تكنيكس تانية ان انا اعمل حاجة اسمها اللاترالديكيوبيتاس فيلم ان هو ان انا نيم البيبي على جنبه زي ما انتو شايفين هنا البيبي ده نايم على جنبه والكاسة محطوط على ظهره تمام وبصور البين بتاعي بيبقى موازي للحضامة كده او موازي للترابيزة اللي هو نايم عليها فده اللي بنسميه اللي هو الديكيوبيتاس فيلم ان العين نايم على جنبه والكاسة محطوط على ظهره تمام ممكن اصوره نفس المنظر اللي هو الديكيوبيتاس فيلم ده وهو نايم سوباين هوريكم مثال له حاجة بنسميها الكروس تيبل حاجة اسمها الكروس تيبل فيلم الكروس تيبل فيلم برضو بيبقى العين نايم سوباين ومصوره حاطة الكاسة ساعتها جنبه تمام وهوريكم كل الامثالة للافلام دي وبنعملها ازاي وبنستخدمها ازاي من ضمن الحاجات برضو اللي مشهورة اللي بتسمعوا عنها حالات الانوريكتن مالفورميشن بنصوره فيلم اسمه الانفيرتو جرام الانفيرتو جرام ده كان بيتصور ممكن بطريقتين فيه الطريقة اللي هي يعني الطريقة العنيفة وفيه الطريقة اللي مش عنيفة قوي طريقة العنيفة انك بتمسك العيل كده من رجله وتخلي راسه تحت تمام وتصوره هو ايه مقلوب حد بيبقى ماسكه الطريقة اللي هي موري هويومن شوية الطريقة محترمة شوية ان البيبي بننايمه كده زي ما انت شايفين زي الساجد كده تمام بيبقى ساجد وحطت تحت بطنه كده ويتش تمام وهنا حطين ده البروتكشن بتاعنا وانا حطت الكاسد في جنبه بصور فيلم برضو بيبقى كروستيبل موازي للترابيزة بتاعت العيان هوريكم الافلام اللي بتطلع من البوزيشنز دي كلها تمام طيب الحاجة التانية ده اطفال الحدنات طب الاطفال الكبار شوية الاطفال الكبار شوية ده لما حب اصور الابدومن بصوره سوباين عادي خالص ادي الترابيزة بتاعتي وهنا انا حطت الكاسد تحت بطنه على طول اهو يعني لغين الجريد زي ما كانت الدكتور عبير بتقول مبارح في موضوع اللي هو الواحدة من الميثل بتاع تريديشن بروتكشن هنا احنا احنا احطين جناد الشيلد الجناد الشيلد زي ما قولنا عليه كلام دلوقتي بس ما علينا الصورة يمكن من كتاب قديم شوية وهنا احطين شيلدنج على الشيست عشان احنا مش عايزين نصور غير منطقة الابدومن هنا ده ده تصويت الشيست لبيبي الشيست ده بتصور بيه ايه زي الادلت كل الفرق بس ان انا جايب له كرسي وجايب حد لابس ابرون يساعده انه يمسكه عشان البيبي ما يتحركش لان مهم جدا احد وسائل انك تاخد الفيلم بتاعك احسن حاجة من اول مرة ما نعودش نعيد افلام يعني ازا كنت تقدر تاخد الفيلم لقطة واحدة وتطلع منها الداتة اللي انت عايزها من اول مرة ده حاجة عظيمة جدا ده فيلم تاني ان احنا عندنا في بالنسبة للاطفال او ممكن حتى الابدومن اللي عايز عامله في طفل كبير شوية ممكن زي ما انتو شايفين ده كرسي مخصوص كده وفيه اللي هي السترابس والهارنس دي عبارة عن زي ما كده عشان نثبت بيها البيبي ودول اتنين ممكن ساعد ايفن يبقى الماذر والفاذر يعني انت ساعد دايما بننفولف الاب او الام معانا في البيبي عشان البيبي يبقى متطمن لهم ويبقى هادي تمام وده عشان نعمله اميبولايزيشن كويس بحيس انه هو لما يتصور يتصور مرة واحدة وناخد اللقطة بتاعتنا من سنجل دوز ما نعودش نعيد فيها ك جزا مرة فده اللي هو بالنسبة للبيزيك بوزيشننج اه اه بتاعنا بتاع الشيست والابدومن في الاطفال طيب لما اجي اشوف الفيلم بتاع الابدومن انا دلوقتي بعد ما صورته ايه الابروتش بتاعي انا مش هتكلم تلينيكال على ديزيز كتير بس برضو من ضمن الحاجات لازم نبص على ايه فبص يقولك بص على الخمس حاجات دول بص على الجازز اللي هي الهوى اللي في البطن طبيعي هل هو في مكانه طبيعي ولا اه فيه ابنورمال جاز يعني يا اما اه في مكانه طبيعي بس ابنورمال يام برا مكانه طبيعي اللي هو انسايد باول او اوتسايد الباول بص اذا كان فيه صوف تيشو شادوز الصوف تيشو شادوز فيه حاجات نورمال وفي حاجات ابنورمال هوريكو امثال الكلام ده كله سريعا مش هنخش في الباثولوجي بس لازم يبقى عندي بلان اللي بقرأ بيها الفيلم ازاي بص على البون بتاع الباشنت نفسه هل البوني ستركشورز فيها مشكلة ولا لا شوف اذا كان فيه اي كالسيفيكيشنز ابنورمال او فيه فورين بودي حاجة متاليك او حاجة ريديو اوبيك والبيبيز اللي في الحضانات غالبا او في العناية بيبقوا مركبين لازم اتشيك لازم وعلى فكرة دي من الحاجات المهمة جدا اللي بنتاخدش بالنا منها وساعات بتيجي في الامتحانات بالزاد امتحانات الناس اللي بتمتحن او بيحاولوا يذكروا الحاجات اللي هي الفر سي ار والامريكان بورد والحاجات دي من ضمن الحاجات ان فيه فيلم بتاعه في الحضانة انه تشيك لازم تيوبز شوف اللاينز والتيوبز في مكانها ولا لا طيب نبتدي نشوف بس ابليكيشن كده لازم من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنعرفها في الاشاعة لازم اعرف النورمال واعرف الابنورمال انا زي ما قلت لكم البيبيز اللي هم اليونيت بيتصوروا غالبا سوباين ابدومين الفيلم فده سوباين ابدومين الفيلم في بيبي وعرفت منين انه ببي ونيونيت بص على البون بتاعه زي ما قلت لك هتلاقي هنا مثلا الفيمور الهيد في التو كيس دول لسه ما حصلش فيهم كالسيفيكيشن فده معناه ان ده او فيري يونج ايج ايفن ان هو هو يكون ايه نيونايت من ضمن الحاجات الصورة اللي على الشمال ده هي ده النورمال باول جاز شادو في نيونايت بيبقى بعد اه بقدر اشوف المنظر ده بعد حوالي اربعة وعشرين ساعة من ولدت البيبي يعني من ضمن الحاجات لو انت عندك ببي في نيونايت يقولك انت هيوهاف تويت اتليست اربعة وعشرين ساعة ليه لان البيبي ده بيبقى نازل من بطن امه لسه ال جي اي تي مليانة المكونيام اللي هو كان شربه بيتشفط له شوية من من الاستومك والحاجات دي ويعودوا خبطوله على ظهر ويفضلوا الاستومك انما بتبقى الباول نفسها لسه ما دخلهاش الجازز لان ما فيش جازز جوه وهو في بطن امه تمام فدائما عشان نيجي نعمل اساسمنت للباول جاز احنا بنستنى من اتناشر لاربعة وعشرين ساعة على بال ما بتكون ببيبي عيط واخد نفسه وابتدأ يبلع هوا يخش جوه ال جي اي تي عشان ي بيجملالنا الباول لوبس دي طيب النورمال باول جاز باترن في النيونيتز بيسموه بابلي جاز باترن عامل زي فقعات الصابون لما انت تبع عامل رغاوي صابون كده تمام المنظر ده بتاع الباول لوبس قصدي مليانة هوا بتبقى كلها كده كده تمام اللي بنسميها منظر اللي هو البابلي ابيرانس عامل زي البابلز بتاعة الصابون تمام الحاجة الحاجة اللي عايز اقولها ان انت في النيونيت انت متقدرش يتميز السموه من الارش باول بالبلين اكس ريي لوحده يعني انا جاست كده ان انا بشوف ده نورمال باول جاز باترن في بيبي ماقولش عليه ولا اي حاجة تمام وان ده النورمال بابلي ابيرانس ده تمام اللي عامل زي فقعات الصابون ده ده هو ده النورمال جاز باترن في النيونيت عمره من اتناشر لاربعة وعشرين ساعة بيكون عيط وبلع هوا يملى ال ايه ال بتاعه طيب لما نيجي نقرنه بهذا البيبي هل المنظر بتاع الباول جاز باترن هنا كل ده الباول ده جوه الجاز دي قصدي جوه الباول بس هل المنظر هنا اللي على يمين اللي مشاور عليه باسهم ده زي المنظر ده لا هنا هنلاقي ان الباول هنا الكاليبر بتاعها بقت وبقت تيوبلر ان شيب يعني ده المنظر اللي هو بيسموه تيوبلر شيب بتاع الباول ده ده بتاع الباول ابستركشن او ديستال الباول ابستركشن في نيونيت وعندنا في نيونيت دايما ما بنقولش سمول وليارشبة أو بنقول ايه ايدي أبستركشن او لوא bitchركشن تمام، الهاي ابستركشن اللي هو بيبقى لحد الجوجنام طريبا و matteo جوه العقود اللي هو بيبقى واخد ال اليوم و accusation كان فيه بيبر ظريفة تقول لك المنظر التيوبز اللي هي الخراطيم ده ده اب نورمل بتاع البقاء والابستركشن وكان مسمي البيبلي أبيلنز ده كان مسميه كيوبز هو شابه ان يعني الفقاخية بتاع الصابون دي كانها مكعبات 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 او عاملة زي المنظر بتاع الهاني كوم ده اللي هو مسلا اه عش النحل والكلام ده فقال لك التيوبز ار نورمل اندي تيوبز ار اه اب نورمل كيوبز اللي هي المكعبات اللي هي المنظر ده. ده بتاع يبقى دي واحدة من حاجات اللي انا بعمل لها في اللي هو هل هي جوه الباول ولا براه? ولو جواه هل هي نورمل ولا يبقى دي احد الحاجات اللي احنا نبص عليها في طيب دي امثلة تانية دي امثلة تانية متاخدة الفيلم ده يمكن لسه مولود ويمكن انتوا عارفينه ده من ايام ما كنتوا طلبة الفيلم ده متاخد ايه متاخد هنا بقى ده ما كانش لسه دخل حضانة كان لسه مولود ولا حاجة تمام او عد عليه 12 ساعة او 24 ساعة والبيبي ده كان عنده بيرجع اخضر تمام او كان متشخص بانه بانه و جبنا خلاه يشيله كده عرفنا منين انه متصور ان انا عندي اللي هو الدبل بابل ده واللي اتنين فيه مدام فيه مدام كده يبقى العين ده كان ايريكت يبقى حد كان غالبا من البيرانس او كان شايله وزي ما احنا شايفين البابل الجاز هنا موجود فين ادي البابل الاولانية بتاعت الستومت ادي البابل التانية بتاعت الديوني وبصوا على بقية الابدومن ما فيهاش جازز خالص فيمكن الفيلم ده انتم عارفينه من ايام ما كنتوا طالبه في سنة خمسة او سنة ستة اللي هو بتاع الدبل بابل الابيرانس بتاع حالات الكمبليت ديودنال او ديودنال اتريزيا. طيب خلينا نبص في الاول مسلا على الفيلم اللي على يمين ده. ده الفيلم اللي انا بقولكو عليه اللي هو الكروس تيبول فيلم. كروس تيبول ان البيبي نايم على ظهره. البيبي نايم على ظهره. وهنا حطيت الكاسد جنبه. هرجع لكم للصورة تاني بس عشان افكركم بيها. اللي هو زي اللي هو دهو. يعني لو انا لو انا حطت البيبي اللي هو نايم سوباين بس انا حطت الكاسد كده ما بين الابريتور وما بين البابي تمام? ايه المنظر اللي انا شايفه? اللي انا شايفه هنا ان انا شايف قادي الباول جازي زي انا واضح انها وعندي ملطبول فدي طريقة تانية اشوف بها في اللي هو سوباين كروس تابل فيلم طيب ايه الفيلم ده? الفيلم ده اللي هو فيلم العيان نام على جنبه الشمال هنا زي ما انتم شايفين تمام? اللي هو اللقطة اللي هي كانت متصورة هنا في الحضانة اللي هي ده هي البيبي نايم على جنبه الشمال زي ده كده والكاسد هو المربع لاصمر ده هو واخدنا بتاعت البيبي طيب انا ايه اللي شخصته هنا? سوري في الحالة دي ايه اللي شخصته هنا? ان قادي البيبي بتاعي نايم البيبي ده كان فيه ساسبيكتد برفوريشن ساعتها هيبقى هو اللاترال مش الديافرام لان البيبي نايم على جنبه. انتم متخيلين من حتة دي يا ولاد ان الهوا بيطلع دايما لفوق. فيبقى عندي هنا اير اندر دلاترال يبقى البيبي ده عنده ايه? نيمو بريتونيام. اوكي? وزي ما انتم شايفين لو بسيتوا على الباول بتاعته برضو فيها المنزر اللي هو التيوبلر اللي احنا قلنا عليه. فالبيبي ده عنده اا زائد ان عنده في الباول فعنده نيمو بريتونيام. يبقى دي احد الوسائل اللي هو انا مش قادر اوقف العيان او مش قادر اخده فيلم ايركت زي الادلت. نيمو على جنبه وخد له كروستيبو الفيلم وشوف الهوا تحت اللاترال اا اب دومينال وال. طيب نيجي على الفيلم اللي في النص ده فيلم اكس راي. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي نبص عليها نبص عليها على الجازز. طيب واضح ان هنا دي الجازز جوه الباول ما فيهاش مشكلة. اوكي? ده هتقول لي ده. طب نبص كده. هل في ابنورمال جازز? اه. لو ركزته على اللوب ده اهو. واللوب ده اهو. ويمكن اللوب ده كده. هلاقي ان فيه جاز جوه بتاع الباول. وبعدين فيه خط كده اصمر لوسنت. الجاز بيعمل خط اصمر لوسنت كده. في الوال نفسه بتاع الباول. اللي هو بنسميه يعني الوال دخل ما بين بتاع الانتستن. تمام? ودي حاجة معروفة جدا. في حالات حاجة بتسميها فاصبح ان الهواء الطبيعي اللي مفروض يبقى موجود جوه الباول هرب منه شوية. ودخلوا في بتاعت الباول اللي هو بنسميها انتراميورا. اه انتراميورا الجازز. فده اللي هو المنظر التبيكال بتاع حاجة اسمها فاصبح عندي هنا جاز موجود في الابدومن بس مش موجود في المكان اللي مفروض يبقى فيه. اه ده برضو الجازز بتاعت الابدومن في مكان مش مفروض تبقى موجود فيه مش مفروض تبقى في البريتونية الكافيتي اللي هو هنا في حالة نيمو بريتونية. اوكي? طيب. نيجي نبص على الفيلم ده. الفيلم ده انا من الافلام اللي بحبها قوي وبسعدها بنزلها في الامتحانات شخصيا. تمام? لسه بنزلها في الامتحان المجستير عندنا من تلات ايام. ده فيلم زي ما انتم شايفين لبيبي برضو. لان انا مش شايف مش شايف هنا اي اه كالسفيكيشن في الفيلم وزي ما محطوط عليه العلامة اهو ان ده وان البيبي ده تمام? طيب ايه اللي عندي هنا? لو نيجي نبص احنا قلنا نبص على الجازز. طيب واضح ان عندي هنا بتاع الباول فالجازز اللي في مكانها الطبيعي اللي جوه الجازز اللي طبيعي في مكانها جوه. لا الباول هنا معناها ده عنده. طب هل هو عنده جازز في حتة تانية اه مفروض او مش مفروض يكون فيها اه اجي بص كده ادي طبيعي بتاع الليفر اوكي وعندي هنا حواليه بتاع الجازز اهو جوه البريتونية اوكي يبقى العيان ده عنده اير ليك حصل نيمو بريتونية وشايفين الخط الابيض ده ده اللي هو بالجازز من ناحيتين فده بيعمل حاجة اللي هتاخدوها حاجة اسمها الفوتبول اللي هي مقصود بها الفوتبول الامريكاني اللي هي بتاعة الكورت الرجبي دي اللي هي بتبقى كرة عاملة زي الشمامة كده وفيها خياطة في النص عاملة زي بتاعة الشوز لمواغزة فده الخط بتاعها يقول لك الشمامة جاية من ال اير اللي هو تحت الانتيرور اب دبنا الوول تمام? اه ودي اللي هو الفلسفون اللي جانب انت عامل المنظر بتاع الفوتبول ساين من ضمن الساينز التانية برضو انك قادر تشوف الباول الوول تشوفه من جوه ومن بره يعني طبيعي انا بشوف الباول زي الحالة زي دي مثلا او حالة زي دي انا بشوف الجازز اللي جوه الباول بتعملي بتاع الباول بس انما لأ ده انا عندي الجاز اللي جوه الباول عاملي للانر والجاز اللي في النيمو بروتونيام عملي للأوتر وال انت تشوف الول من ناحيتين. فديه برضو بتاعت النيمو بروتونيام في في بيبي نيو نيت. يبقى احنا قلنا بنبص على الجازز بنبص على الصوفت الشادو حد هيقول لي ايه الشادو ده? هقولك ده الشادو بتاع الليفر طرق النورمال. تمام? مفيش مشكلة. آآ بص على البون بص على مفيش هنا مفيش آآ لاينز ولا طيب نيجي نبص على الفيلم ده. ده واضح ان ده بيبي كبير شوية. تمام? ليه? البيبي ده هي امر الهد بتاعته ايه? واضح ان البيبي ده عمره مثلا اربع خمس سنين ولا حاجة. طيب احنا هنا كنا مصور له شست وابدومن ليه? البيبي ده كان بيجي مثلا بريكران شست انفكشن وبتاع. وعنده مشاكل برضو في الباول عنده كونستيبيشن او كده. فصورنا شست وابدومن. اجي بص على الابدومن. هلاقي ان الباول هنا مفيش باول جاز كتير في الابدومن. وبعدين عندي هنا بابلي كده موجود في اللور زون والميدل زون بتاع طبعا لما انا لقي الباول قليل كده في الابدومن ولاقي ان فيه جازز كتير في الشست دي حاجة تشككني ان البيبي ده ممكن يكون الباول اتحركت مما كانها طلعت في الشست. البيبي ده فعلا لما عملنا له لاترا الفيلم وعملنا له كونترا ستادي اكتشفنا بعد كده ان كان عنده دايفراجماتيك هرنية. وسبب ان مفيش جازز في الابدومن. تمام? يعني انت تبص هنا مفيش جازز في الابدومن. ليه لانها طلعت كلها على تزاحم هنا. وزي بنت شايفين في ميديا ستاينل شفت للهارد. فالبيبي ده كان عنده هرنية. تمام? طيب نيجي نبص على الفيلم العليمين ده. احنا قلنا نبص على الايه الجازز. الجازز هنا والله في الباول. انا منتشايف انها مفيش ابستراكشن. مفيش المنظر الفيلمين. طيب نبص على الشادوز. نيجي نبص ادي الشادو بتاع الليفر الطبيعي. وبعدين اتفاجئ كده ان فيه شادو هنا. صوفت تيشي شادو. في بتاع الابدومن. ويمكن كمان عامل للجازز دي. تمام? فده كان بيبي كبير شوية زي ما انتم شايفين. البيبي ده كبير. البيبي ده كان عنده رينال تيومر. رينال تيومر. والرينال تيومر ده كان مكبر الكيدني. بحيس انها عاملالي صوفت تيشي شادو. حتة البيضة دي. وعمل للباول آآ جازز بتاعة الابدومن. شفتوا يا جماعة ممكن لو احنا مركزين وعارفين احنا بندور على ايه. نطلع منها داتا كتير جدا. طيب. آآ عندنا برضو من ضمن الفيلم اللي احنا كنا بنتكلم عليه. الفيلم بتاع الانفيرتو جرام. ده كان بيتعمل حاجة كده زمان. انك البيبي اللي كان بيتولد من غير اينا كنا بنعمل له الفيلم اللي هو الانفيرتو جرام. قلنا اللي هو ايما بيتشال من رجليه كده وتصور مقلوب. وكنا نحط له علامة صغيرة كده عند ونشوف الديستل آآ الجاز اللي وصل للديستل باول المسافة ما بينه ما بين العلامة اديه. تمام? وكان يقول لك شرط انك تعمل الفيلم ده انك لازم تستنى على البيبي اتليست اربعة وشرين ساعة عشان تتأكد ان الجازز وصلت للتيرمنال باول. الفيلم ده يعني بيتعمل على سبيل النستالجيا دلوقتي معادش انه هو دياجنوستيك قوي. تمام? والفيلم ده له كتير جدا بس احنت برضه جايز يجيلك حد يطلبه منك يقول لك ايه اعمل لي تمام? ده مسال بس لبيبي تمام? وعملنا له في الابدومن وهنا كان عنده في الابدومن وطفر هي كانت ايه? انا مش فاكر الحقيقة. بس ده منظر لأبنورمال كالسفيكيشن في الابدومن. طيب حتى بعض الوقت يجيلك بلين اكس راي زي ده هتبص عليه هتقول لي ده نورمال اه هقول لك اوه مفهوش فعلا حاجة ده نورمال تماما بس في بعض الاحيان زميلنا في جراحة الاطفال بالذات في الاطفال اللي عندهم كرونيك كونستيبيشن او ديوباتيك كونستيبيشن ساعات بيسأل على فيلم اكس راي عشان يشوف بيه المنظر اللي هو بتاع الفيكل لودنج بتاع الكولون نشوف هال الكولون فيه كتير يعني هنا مسلا عنده هنا فيه ده طبيعي اي واحد فينا ممكن تصور بدون تحضير يبقى فيه فيه هنا الاطفال بتوع اللي هم بتوع الاطفال او بتوع جراحة الاطفال اللي هم لهم علاقة بالكولون والحاجات دي يقول لك جاست تعملي فيلم اكس راي اشوف بتاع الكولون عامل ازاي فده اللي هو بتاع الاكس راي برضو هنا اللي احنا قلنا عليه انك ممكن تلاقي بقى حاجة فورين بودي وده هنا زي ما احنا شايفين كده متالك فورين بوديز في الريجون بتاع الاستومك وده كان عيام بالع اللي هو الماجنيتز التويز الجديدة اللي فيها اه مغناطيز وحاجات من دي فاللي حصل انه بالع اربعة منهم والاربعة لازقوا في الاستومك وده اتعمل عليها برضو مشكلة كبيرة جدا في امريكا من كام سنة ان البيبيز دول لقوا ان التويز دي بتبقى ملونة في شكل عامل زي البنبوني وبالذات العائلة الاوتيستيك بيبلعوها ويبلع له تلاتة اربعة تمام يلزقوا في بعض المشكلة ان كل واحدة في لوب لما يلزقوا في بعض بيعملوا على الباول وولما بينهم لان المغناطيز بيلم على بعضه كده ويعملوا باول وعملوا مشاكل اخر حاجة كنت تكلمتوكو عليها ان ده بيبي في حضانة الفيلم اللي فات انهي اللي هو الفيلم اللي فات كان فيها سباينا بيفيدا لا مش مشكلة كان فيها سباينا بيفيدا او لا طيب tio لك نقول فيها سباينا بيفيدا ممكن انا لا Isn't it بيطلبوا اللي هو زي ما قلت لك الفيكال لودنج ماشي برافو في ناس مركزة معايا قوي اخد بالي بقى في اللي جاي دي احنا قلناك دي اللي هو بالع فورين بودي ملطابول ماجنيتز تمام اخر حاجة كنت قلت لكم عليها اللي هو فهنا ادي الاندو تراكيل تيوب وادي النيزو جاستريك تيوب ده اسي جي ليد ده الامبلايكال فينس كاستر ودي الامبلايكال ودي لها محاضرة لوحدها اللي ايه بتاع تشيكلاينز ان تيوبز وليفلز في عيتهم نورمال ولا نورمال بس انا قصني عايز اقول ان دي كل دي انديكيشن للفيلم بتاع الكلام اكسراي كده انا خلصت الجزء بتاع الاكسراي حد عنده اي اسئلة او استفسارات فيه قبل ما اخش على المرحلة اللي بعدها بتاعت الفلورو دكتور عايدة يمكن تكون حريك بتابعة الشات احسن مني لو في اي اسئلة او استفسارات زي ما حريك قلتي ان احنا نخلي ايه سكش طيب انا شايف نخش على الوحدة اللي بعدها بتاعت الفلورو الفلوروسكوبي هو ده فحص كل الفرق اللي فيه ان بتاع الجهاز ان انا بشوف الصورة والحقيقة النهاردة بعد ما خلص المحاضرة الاساسية انا روحت النهاردة الجامعة عندنا دي الصورة بتاعت الوحدة عندنا الجديدة تنسوش في الجراحات الجديدة الجماعي بجامعة طنطة وده يمكن كان بعد ما فتحناها باسبوع ودي يمكن البنوتة دي انتم عارفينها خلاص بنوتة دي تعمل ابرج اي كنترا ستادي وكتزريفة كده ويمكن هي الفيس بتاع العشان دحكتها جميلة واللاف اللي هي عاملها ده تمام انا عامل فيديوهات النهاردة من الوحدة عشان تشوفوا شكل الجهاز وقريكم موضوع الفلورو والكلام ده عملي ان شاء الله بس هنشوفه في اخر المحاضرة خلص بعد ما خلص الصورة دي من بيبر الحقيقة كانت بتاعت بيبر كانت الدكتور عبير جايبة منها بعض المختطفات مبارح والصورة دي امكان انا حطتها عشان اللي واقف ده انا عارفه شخصيا اشتغلت مع عب سنسيناتي اللي هو دكتور ستيفن كراوس اللي هو رئيس وحدة الفلورو في مستشفى سنسينات شندرون هوسطل عشان بس اواريكو السيطب بتاع الاجهزة الفلورو المختلفة الجهاز اللي عندنا هنا في مصر اللي هو الاجهزة يعني الاجهزة اللي بتيجي مصر اغلبها والاجهزة اللي في اوروبا السيطب بتاعها بتبقى حاجة اسمها اوفر كاوتش تيوب تمام يعني الانبوبة فوق التربيز الاجهزة الامريكاني بتبقى حاجة اسمها اندر كاوتش تيوب يعني الجزء اللي انتو شايفينه ده مش تيوب ده الامج انتنسفاير اللي بيستقبل الصورة يعني التيوب اكشولي بتبقى تحت التربيزة زي ما انتو شايفين ادي السيطب بتاع الاوضة طبعا عشان دي مستشفى اطفال متخصص وانا عارف ان جامعة القاهرة وعينشامس عشان عندهم مستشفى اطفال متخصصة فعملين اقسام الاشع بتاعتهم بنفس السيطب ده اللي هو ان يبقى تشايد فرندلي زي ما انتو شايفين حاطين ستيكرز على الاجهزة وعملين ان المكان شكل الحضانة بحيس ان البيبي لما يخش قط ما تبقاش شكلها غريب عن الحضانة اللي هو متعاود يروحها او ما تبقاش حاجة بالنسبة له مكان عدائي او بالنسبة له احد الحاجات الظريفة ان حتى اللي كانوا بيعملوها الانتكاترة هناك في امريكا كان بتتعامل بالطلب عليها طوم وجيري وماكي ماوس وسوبرمان عشان ايه يعني تبقى الاطفال متفاعلة مع الابريتور الاتنين اللي واقفين دول غالبا ده بيبقى واحد فيهم البيرنت بتاع البيبي وكان عندهم حاجة هناك ظريفة كده برضو حاجة اسمها الشايد لايف سبيشاليست ده عبارة عن حد كده زي الجماعة والخدمة الاجتماعية والحاجات دي دول بياخدوا الطفل ويجيبولو تويز او يجيبولو موبايل او يجيبولو حاجة يعودوا يلعبوه ويشغلوه اثناء عمل طحس بحيس ان هو يبقى كوبرتف معانا ونقلل استخدام الانسيزيا معانا فده السيطب بتاع امريكا وده السيطب بتاع مصر طيب الحتة بتاعت الفلوروسكوبي ان انا بشتغل اكس راي كونتونيوس بحيس ان انا اشوف بشوف اللي هو الحاجة بتاعتي الكنتراستادي بتاعت ريال تايم دي بتبقى مهمة جدا جدا وانا بعمل السيسمنت للحاجات اللي بتتحرك زي الحركة بتاعت الفوت بولوس في الاسوفيجاس او الجاستريك امتينج تايم او الباور بواجه عام الحاجات اللي كانت قالت عليها الدكتور عبير ودي الحقيقة المحاضرة هي موجودة في المحاضرة من زمان يعني المحاضرة دي بقى لامكان حوالي 10-15 سنة بعدل فيها حاجات بسيطة كل شوية بس انا حطت فيها السلايد دي زي ما هي وانبسطت جدا من الدكتور عبير قالتها امبارح عشان انا ارجع افكاركو بيها تاني الفلوروسكوبي شوت بي انترميتنت الفلوروسكوبي ده اللي هو الاكسري اللي طالع كنتينيوس من الانبوبة انا بتتكع على دواسة كده عاملة زي دواسة البنزين وفرامل في العربية فلما بتتكع على دواسة منهم بتطلع اكسري بتاع الفلورو بدل ما بخليه كنتينيوس اللي هو طول ما انا دايس اللمبة بتاعت الاكسري دي من وره لأ ممكن اطلعها على تمام؟ الحاجة التانية الدوز بتاعت الفلورو بتبقى دوز اكسري صغيرة فمن ضمن الحاجات ان الاجهزة الدجيتال الجديدة بتعمل فريز لاخر صورة كنت انت شايفها وانت بتعمل فلورو فبنعمل حاجة اسمها الفلورو جراب ايميج اللي هو ان انا بوقف الفلورو والجهاز بيعمل لي فريز على اخر صورة زي صورة الصنار كده لما بتكع على زرور الفريز ورح جاية اعمل لها سيف طبعا دي بتوفر علي ان انا اخد فل دوز او اللي هي بتسميها السبوت فيلم لان السبوت فيلم ده اللي هو بيبقى فل دوز او فل رادي ديوجرا في الدوز بتاعته بتبقى اعلى ودي بس تعملها في الحالات اللي بكون عايز فيها لو هي مسلا فاين فستولا او عايز اشوف ميوكوزال ديتيل عالي فحالات مسلا او اي حاجة او جستريتس او كلام ده انما الفلورو جراب ايميج بتبقى صورة جريني شوية الديتيل بتاعتها اقل طبعا الفلورو ممكن اعمله اللي هو ايه اللي بيجلنا عينين ساعات يقول لك طبعا كان بيتعمل زمان بالفلورو ان انت بتوقف العين وتقول له خد نفسك وطلعه وبقى دلوقتي فيه اتجاه جامد ان احنا بنعمله بالالتراساوند بالبي موت يعني دي ممكن بنتكلم عليها بعدين دي بس توضيح لموضوع البلسد فلورو انا بيبقى عندي الانبوبة لما بتك على الانبوبة ممكن اخلي الانبوبة يعني كأنه بيم على طول شغال او زي ما انتم شايفين بحاوله البلسز فانا بشتغل شخصيا في الاطفال على اقال اللي هو تلاتة فريم ده بيبقى كافي ان انا بقى عارف انا الكنتراس بتاعتي لاحظت فين وجات من ايه تمام وده بس مثال لصورة اللي هي الصورة دي فلورو جراب امج والصورة دي اللي هي سبوت امج اللي هي فول دوز هنلاقيهم شكلهم قريب من بعض يمكن للصورة بس بتاعت بتبقى بتاعها اعلى شوية والديفنيشا بتاعها اعلى وهو مشاور ان هم اخدوها بس عشان يشوفوا اللي كان موجود في حالة اللي هي الكرون الميكرونس دي دي تمام ودي اللي هي اللي هي اللي هي بتقول لك اللي هو ما تشغلش الاسرائي على طول ده كده كده بيعمل لك وللبيشنت في نفس الوقت طيب ايه هي الكنتراس ماتيريال اللي بستخدمها عندي اتنين ماتيريال مشهورين قوي ويمكن انتو هتاخدو في عندكم محاضرة كاملة عن الكنتراس ماتيريال وانواحها الكنتراس ماتيريال عندي طبعا لها تقسيمات كتيرة جدا في اللي هي حسب هي بتتحقن اي في ولا لا هل بتتشرب او تتاخد يعني عن طريق البول ولا لا هل هي فخلينا نقول اللي انا هتكلم فيه اللي هتكلم على اليوم النهاردة تلات حاجات اساسا اللي هو اول حاجة فيهم اللي هو ده بيتاخد بيتشرب يعني ده واحد من اللي هو تخدمها في الاسيستنتر جي اي تي وانتو عارفين بريم سالفيت ده عبارة عن بودر يبقى بودرة تمام والبودرة دي لا تزوب في الماء هذه البودرة لا تزوب في الماء لان دي من الاسئلة اللي بنسألها في بيبقى عبارة عن بودر والبودر ده بنحضره على آآ مية لما حط المية على البودر اللي ما بيدوبش في المية ده بيعمل لي حاجة اسمها ايه معلق فلما يجي اقول لك بريم سالفيت تقول لي انه معناها انها حاجة بتدوب في المية يعني لو حطيت ملح في مية او سكر في مية ده بيدوب يعمل لي انما البريم لما باجي حضره بحضره بيتعامل كساسبنشن اللي هو بنسميه المعلق ان هو لو سبت البريم ده ويعني حضرت البريم على الووتر وقلبته وسبته شوية ربع ساعة اللي بيحصل ان البريم بيرس بتاحت والمية بتفصل لوحدها فده بيبقى اللي هو الكنترست متيريال بتاعتي طيب هتلاقي في البريم صالفيت دايما لما بستخدمه بيقول لك التحضير بتاعه حاجة اسمها دايما يقول لك الويت فوليوم اللي هو كمية البريم اللي هتحطها كوزن بالنسبة لحجمه معين فلو انا قلت اربعين او ستين في المية يعني انا لو محضر ميت ميلي بريم لو محضر ميت ميلي بريم اربعين او ستين في المية منهم هيبقى الميت ميلي دولفويم اربعين او ستين ميلي بريم او ستين جرام بريم تمام طيب ايه اللي بيحصل لما نستخدم بريم كتير والوطر يبقى قل البريم ده هيبقى عامل هيبقى تقيل شوية هيبقى بتاعه مثلا عامل زي اللي هو اللبن الرائق تمام غير لما بستخدم مثلا في الانما هيقول لك احنا مستخدم من 15 ل 33 في المية ويت فوليوم بيبقى البريم ده تمام يبقى انت لما تيجي تقرى بعد كده في الفرست بارت الويت فوليوم بتاع البريم او التركيبة بتاعته انت لازم تعرف ايه اه اغلب حالات الابر جي اي بستخدم الستين في المية ويت فوليوم للاسوفيجس اكتر لانه هو بيبقى بتخلي بتاعته بتبقى عاملة زي الاكل الممدوغ بيبقى ثيك بولوس ان العين بيبلح كأنه اكل مدغو تمام الاربعين ده ممكن استخدمه شوية للسطومك الانما والفول ثرو بنستخدم خالص اللي هو بيبقى من 15 ل33 في المية ويت فوليوم طيب البرام سوفيت مستو ايه انه شيب وافيلابل وجميل جدا ايه مشكلته انه لا يمكن استخدمه انه لا يمكن استخدمه لو في ساسبكتد اه فيسكاس بيرفوريشن يعني لو اشاكك ان فيه او جاستريك بيرفوريشن او ديودينال بيرفوريشن او كولوم بيرفوريشن او هتستخدم البريم لان البريم لو طلع لو عملته مثلا انما واحد عنده كلونك اه 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 او او عاحت عنده مثلا ديودينال الالتسر وبرفوريتود وعملت له بريم ده سواء ادلت او بيدياتريك البريم ده مادة اه ما بيتفعلش معها الجسم هتبقى زي وهتهرب على البريتون تعمل لي بريم بريتونايتس وتدخل العين في مشاكل كتيرة جدا اه البريم طبعا اه من الحاجات الجميلة بتاعته ان كنترست بتاعته فيري سترونج يعني بتلاقي اللون الابيض اللي بيعملو في الفيلم بيبقى فيري سترونج تمام فده بريم صالفيت ده واحد من اللي هي اللي بنستعملها الشكل هو ايه عبارة عن باودر ما بيضوبش في المية بستخدم التركيب بتاعه اللي هو بتاعه حسب بتاعي لو احنا في مكان محترم او بنجيب اللي هي الانواع الاجنبية اللي بتيجي الجهزة يعني في دلوقتي بريم بيجي علب جهزة كان فيه انواع زي البري لوكسو والحاجات دي كان العلبة مكتوب عليها هي العلبة عبارة عن الكنتنور اللي بتحضر فيه وهو يكتب لك الجدوة البرة يقول لك الحبة اللي انا مدهم لك دول حط عليهم مثلا خمسة ميلي مية عشرة ميلي مية عشرين ميلي مية حسب هيقول لك لو هتعمل بريم سواله حط قد كده مية لو هتعمل ميل حط قد كده لو هتعمل فلو ثرو حط قد كده تمام فده المحترمة في برضو يعني في بتيجي بريم جهزة كده بتبقى هي الكنتينر بتاعها فيها بريم وتحط عليها المية وجاي معها الخرطوم بتاعها وجاي معها كل حاجة ده في الانواع اللي هي المحترمة طيب الكنترست ماتيريا اللي بستخدمها في الابر جي اي كنترست في الاطفال عندي بتتقسم لنوعين في عندي ايونيك ميديا تمام واللو ايونيك ميديا اللي هي اشهرهم الجستروجرافين تمام واللو ايونيك اللي احنا نعرفه هنا في مصر او بنستخدمه اللي هو طيب ايه ميزة وعيب كل واحد الجستروجرافين موجود وتشيبر تمام ايه مشكلة ايه مشكلة الجستروجرافين مشكلة الجستروجرافين انه هاي اوزملر لو شربته البي لو شربته البي وما تخففش كويس ممكن يسحب المية من الباو الول بتاعت العيان ويدخل البيبي في ايه في دا هيدريشن تمام كنا بنستعمله امتى او ايه الابليكيشن بتاعنا ايه الابليكيشن بتاعنا الهاي اوزملر ده زي ما هقولكو قدام شوية بنستخدمه كثيرابيوتيك انيما في حالات الميكونيوم ايلياس خلينا ما يجي ساعتها هنقولكو هو بيستخدم ازاي المهم انه نعرف ان الهاي اوزملر ده ما بعدناش بنحبه قوي لان الاوزولاريتي بتاعته عالية فممكن انه يدخل البيبي في دا هيدريشن لو انا مش واخد بالي طبعا لو حصل منه برضو بيدخلني في كيميكال نيمونيا تمام يعني لو بيبي اصبيريت على الهاي اوزملر ده بيعمل ايه بيعمل كيميكال نيمونيا تمام طيب اللي هو اوزملر نان ايونيك اللي هو الامني بيك الحقيقية الدوزز اللي موجودة هنا في مصر اللي هو التلتمية ميلي جرام ايودين والتلتمية وخمسين ولو تاخدوا بالكم من تابل ده ان دول ما بنحبش نستعملهم في الاطفال لان الاوزملرتي بتاعتهم او الاوزملرتي بتاعتهم ريلتفل عالية على الاطفال المفروض ان انا هستخدم البرج اي كونترا ستاديز في النيونايتس والحاجات دي بجيب اللي هو المية واربعين والمية وتمانين ومتين واربعين وبحقيقة دول انا مش طونش في مصر طب انت بتعمل ايها دكتور محمد الحقيقة انا بستخدم بالتلتمية وبخففه تمام وبستخدم فيري كوشاس وبستخدم على قد الفحص اللي انا بعمله تمام انما حق ربنا لو عندك الدوزز اللي هي الصغيرة دي دي مور سيف في التعامل مع البرج اي كونترا ستادي في الاطفال طب مش موجود خلاص بستخدم التلتمية بس بخففه بخففه قد ايه هي مش مكتوبة في الكتب بس انا بخففه من واحد لتلاتة تقريبا بيديني ستيل كونترا ستاديز كويس مع الفلورو وبيبقى لحد كبير سيف تمام طيب نيجي بعد كده احنا عندنا يعني فى الكبار عندنا ممكن اقول ايه بريم سوالو اللي هو بيكزامن الاستومة ميل بيكزامن الاستوميك بريم فولو ثرو اللي هو بتاع السمول باول وانما بتاعة الله باول الحقيقة فى الاطفال الصغيرين لما بنيجي نعمل بgal اسم المفضل دلوقتي ابر جاي اسيريز لان البيبي كل جاي تي بتاعه اصغنن فانت بتقدر تشوف الاسوفيجاس مع الستومك مع الديودنم لحد الايه البروكزومامجوجنم دهو بيتعاملوا فحص واحد طيب ايه الانديكيشن زي ما قلنا افتكروا الاول المحاضرة لما قلتلكو ايه هي الانديكيشن انديكيشن اللي بيجي لانا كمحمد التومي كتير من قسم الاطفال الاطفال اللي عندهم مشاكل في البالة الاطفال اللي عندهم بسبب الاطفال اللي عندهم ساسبيكتد وهنشوف الامثلة دي كلها تمام دي اشهر حاجات الاطفال اللي عندهم الاطفال اللي عندهم دي كلها انديكيشنز ان انا اعمل ابر جي اي كنترا ستادي معادش بنقسمها بقى ايه او كده هي بقى ابر جي اي كنترا ستادي بيتجيب فيها الاسوفيجاس لحد الايه البروكزومال جوجنا اوكي طيب هل العين ده محتاج البيباريشن البيباريشن بالنسبة للاطفال يعني انت كده كده مش هتقدر تصوم طفل مدة طويلة فبيبقى المنمم بتاعهم يعني انت بتبلغ الحضانة يا جماعة لو البيبي هينزل لي الساعة تسعة يعني اخر رضعي باخده مسلا ستة ونص سبعة مسلا عبل ما ياخد تمام طبعا هتلاقي انه نسبة الصيام بتزيد مع السن بتاع البيبي يعني لو هو ساعتين لتلاتة للنيونيت اللي هو لحد السن تلاتة اربعة سنين ممكن تصوم اربعة ساعات الادوليسن ده يعتبر ادلت فده طبعا ممكن تصومه ستة لثمان ساعات ما ينمكشي لو عندك بقى حالة فيها امرجنسي مش عارف ايه ده مش هتحضره هتخدش تشتغل على طول ايه امرجنسي طيب ايه الفيلم اللي باخده باخد فيلم غالبا شسته وقابده من مع بعض مدام هعمل اللي هو باخد الفيلم شسته والقابده بتاعي غالبا من هو وبنبص على الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها تمام بتاعي اكوردنج للحالة بتاعتي سي ان هو بيبي انا متأكد ان هو ما عملش عمليات مثلا قبل كده او اه عارف ان هو مثلا ما عندوش عارف الكلام ده اشتغل بريم طيب بيبي انا اشاكك ان يكون عنده تركيز فيها كلام ممكن اشتغل ببريم في فيري فين از لونج از ان انا شغل اندر فلورو عشان لو لقيت البريم نزل عالتراكية اوقف الفحص على طول يعني دي برضو من ضمن الحاجات ان في البيدياتريك ايميجنج بواجه عام حاول توصل للدياجنوزز باقل عدد من الصور ولو لقيت في الصورة ما تعدش تجود في الفحص خلاص يعني هواريكو بيسل الكلام ده دلوقتي تمام السيفر طبعا انك تشتغل بالووتر اللي احنا قولنا عليه اللي هو لو لقيت اللي هي الصغيرة اللي هي المئة واربعين ومئتين وتمانين والكلام انا زي ما قلتلكم انا في مصر عندي ما عنديش غير التلتمية ده اقل لحاجة فبستخدمه بخفيفه واحد لثلاثة واشتغل بيه طيب البيبي هشربه ازاي لو البيبي متعاون هيشرب عادي ببطل او هيشرب بسرينجا او هاديها له زي ما بدي له الدواء طيب لو بيبي مش متعاون او بور ساكلر مسلا في الاقل بتوعليونيات ساعد ببور ساكلر ساعتها ممكن بدخل ميزو جاستريك تيوب واركب عليها كونتراست بركب عليها وبتدي احقن اا بشويش فيها وانا بشدها اا من تمام وبقى شايف التب بتاعها فين واد نقطة بنقطة طبعا اللي انا بقوله لكم الابر جاي كونتراستادر نيفر انك تشتغل بلايند يعني انا ممكن زمان اا قبل ما يبقى عندي جهازين فلورو في الجامعة تمام كنت بشتغل بلايند وللأسف البلايند بيطلع نتائج كتير غلط دلوقتي حتى في بتاعي لو جاء لي حالة بحولها واشتغلها في الجامعة لانه بيبقى سفر للعيان وصفر ليه والفحص طبعا اندر اا كمبليت كنترول تمام طيب اا دكتور عبير كانت طلبة مني الاناتومي من ضمن الحتة المهمة جدا في الاناتومي لازم نفهمها في النيونات حاجة اسمها النورمال انستاينر روتيشن تمام ايه النورمال انستاينر روتيشن ده حتة كده نحن عارفين ان جي اي تي بيتكون من الميت جات تيوب الميت جات تيوب دي اا بتبقى عند ستة اسابيع بتبتدي يحصل لها ويحصل من اللي هي بتاعت الفيتس تمام اللي بيحصل لما التيوب دي بتاعت وهي بتاعت وتاعت كده تبتدي تلف حوالين بعضها متين وسبعين درجة يعني بتلف متين وسبعين درجة عكس انتجاه عارف الساعة طبعا انا كان عندي فيديو بيشرح الموضوع ده بس طبعا الفيديو ده لان انا واخده مش من يوتيوب مش بتاعي ما بقدرش انزله تاني عشان انما لو انت كتبت نورمال انستاينر روتيشن على يوتيوب في فيديوهات جميلة جدا بتشرح اللي هو النورمال انستاينر روتيشن ده اا اللي هو المتين وسبعين درجة اللي بيلفوهم دي او حوالين بعضها الفكرة في اللفة دي كلها ان انا بيبقى عندي اا تو فكسيشن بوينت للباول الكل ده عشان الروت ميزن تري بتاعي يبقى وايت تمام وعندي تو لاند ماركس في الابر جي اي كونتراس بتاعي او الابر جي اي كونتراس تادي بدور عليهم اللاند مارك الاولانية اللي هي الديو ديو ديو نوجوجنال جونكشن واللاند مارك التانية بتاعتي الاليو سيكال جونكشن ليه اللي اتنين لاند مارك دول مهمين لان ما بينهم حاجة اسمها الروت اوف ميزن تري ده اللي هو البريتونية الفولت اللي هو ماسك الانتستين كلها فكرة اللفة الاتئين وسبعين درجة دي كلها انها تعمل لي للروت بتاع اليميزن تري ولها اتنين انكور بوينت الاولانية اللي هي الديوجوجنال جونكشن والانكور بوينت متاعتها تانية الاليو سيكال جونكشن وده بتاع الميزنتري. طيب ايه حكمة ربنا ان الروت بتاع الميزنتري بتاعنا يبقى كده. تمام? الحكمة بتاعتها حاجة مهمة جدا. الميزنتري ده اللي جواه ده معدي فيه بتاع الميزنتري كلها. والسمول باول كله زي بتاعة البريين كده. تمام? فانت طبعا ده او الروت تاع الميزنتري ده. لو رفيع هيبع عندي سهلة مع دي قاعدة بتلعب طوله نار وقادة تخرك تزوق الاكل سهل جدا مع الحركة بتاعتها ان الانتستين دي تلف حوالين بتاعتها وتخنق نفسها وتخنق بتاعها عشان نتخيلها ده الكيس بلاستيك اللي بنروح لجيب منه الحجم السوبر ماركت تمام الشكل بتاعه ببقى شكله مربع هنتخيل الادين بتوعه دول هما الروت بتاع الميز انتري اللي انا بقول لكم عليه اللي هي الدي جي جي والاليو سيكال جنكشن الطبيعي ان انت اول ما بتاخد الحاجة من عند السوبر ماركت بتروح جاي شايل الكيس زي من راجل ده شايله وانت ماشي الكيس قاعد يخبط في رجلك بقول لاتنين قريبين من بعض الكيس ده بيقعد يلف لحد ما ايه يزنق على صدقه بعض بيحصل او ما يحصلش بيحصل انما لما نيجي نشوف الاتنين السوطات اللي زي دول راحوا جابوا الحاجة من السوبر ماركت وكل واحدة مسكت الكيس بعيدة عن التاني كده عشان يشولوا قصاد بعض ويحملوا يوزعوا الحمولة اصبح الروت بتاع الكيس ده زي الروت بتاع بتاع بتاعنا صعب ان الكيس ده يلف على ده هي دي فكرة ان الدي جي جي والالي يبقى بعاد عن بعض ويبقى عندي تمان يبقى دول الاتنين بتوعنا ودول اللاند ماركت بتوعنا بندور عليهم بندور على الدي جي جي في حالات الابر جي اي كونتراس بشوفها في حالات بتاعهم اوكي طيب نبتدي نشوف الابر جي اي كونتراس هنعمله ازاي العروسة دي كان بتاع بنتي وهي ما كانتش فرحانة بيها قوي زي ما انتم شايفين مش اخباط على وشها قلت لها طب خلاص مدام انتي بطلت تلعابي بيها وزيقتي منها هاتيها نستفيد بيها ونشرح بيها الدكاترة الغلابة بتوعنا بنعمل الابر جي اي كونتراس ازاي اللي حصل ان انا روح تجاي طابع عليها كده الصورة ادي البروشيكشن بتاع الاسوفيجس اهو وادي الاستومك وادي السي كيرف بتاع الديودرام بتاعي وده اللي هو دي جي جي وده البروكزم والجودرام ما كملناش حلو اول لقطة بابتدي بيها ان البيبي بعد ما باخد له الفيلم الاكسري بتاعه اللي هو شستو ابدومن اللي هو بيبقى بلين كده شستو ابدومن اشوف بيلباو الجازز واشوف الدنيا واعملوا الكلام ده كله بنيموا على جنبه وابتدي ادي له البطل بتاعته اللي فيها الكنترست واخد له لقطة لاترال زي ما انتم شايفين سواء او لاترال او لاترال انوش هتفرق كتير وادي الصورة بتاعت اللاترال بتاعتي ادي بتاعت البيبي هنا ورا وادي الاسوفيجس بتاعي كله مليان ودي الصورة بتاعتي بتاعت الاسوفيجس وممكن ااخد صورة تانية عشان الاترال هتبيني لو في مثلا عن الاسوفيجس لو عندي حتة فيها اتأكد هي ولا لا وطبعا انا بشوف الكلام ده اندر فلورو لان فيه بتاعت الاسوفيجس لو انا بصور ممكن اشوفها وقول عليها انما لو انا شايفها دايناميك بتتحرك قدامي اندر فلورو هشوفها ايه بتكون تركت وبتريلاكس بتكون تركت وبتريلاكس فاعرف ان ده ومش طيب بعد ما شربت وخدت اللوقتين بتاعت الاسوفيجس بروح جاي الاقي الكنترست وصلت الاسطومك الحتة دي مهمة جدا اول ما لاقي الكنترست وترس الاسطومك غالبا فييمكن تمانين في المية او تسعين في المية من العيال لو الولد صايم او على الاستومك اول ما بيوصلها بتفضي على طول تمام فاول ما تشوف الكنترست بتروح جايب نايم البيبي على بطنه ورفعه رفعه جنبه الشمال خمسة واربعين درجة تمام زي ما انتو شايفين بادا الاسوفيجس وده الاستومك وبخلي السي كيرف بتاع الـ A الديودنم اه اه تمام ادي الفاندس بتاع السومك ادي الـ body وادي البايلورس وادي الفرست بارت بتاع الديودنم اهو وادي اللفة بتاعة الـ A الـ second بارت مهم جدا يا جماعة مهم جدا اشتغل اندرفلور ديه لان انا عايز اشوف السي كيرف بتاع الديودنم ده نورمل ولا لا لأ لانه ان الكنترست وصلت الجوجنم. الجوجنم ده هيتمالى كونترست هيروح جاي عمل لك عمل لك انترفيرنس وبسكريشن للسي كيرف بتاع الديودنم. ولو انا شفت السي كيرف بتاع الديودنم نورمال. تمام? يبقى ده اول لقطة اول ملاقي الكونترست وصلت الستومك وهبتدي تفرضي في الديودنم. الحق بسرعة خد السي كيرف بتاع الديودنم. فيه اللقطة بتاعتنا اللي انا بخدها بمنام على بطنه ورافع جنبه الشمال. كمل الديودنم. اروح جاي نايمو سوباين. اخد السوباين بتاعي. ادي الفاندس. ادي البودي بتاع الستومك. ادي البايلورس. ادي الفرست بارت. السكنت بارت. الثرد بارت. وادي اللي هي الديودنجوجن هنا. افتكر دايما السي كيرف بتاع الديودنم. كنت بحفظه عندنا للناس. اقول بيجي من الشمال لليمين. فوق لتحت. يرجع تاني من اليمين للشمال. والدي جاي جاي المفروض ان هي تقريبا بتطلع لفوق سنة صغيرة. بتبقى عند الليفل بتاع البيلورو ديودنجوجن. يعني تقريبا الاتنين دول لو خطيت خط كده لقيهم في نفس الليفل. مهمة جدا اللقطة دي. لو ما شفتش السيكر بتاع الديودنم ده نورمل. هتعب جدا في تشخيص ان زجان البيبي ده عنده ما الروتيشن في الباول ولا لأ. طيب. اتأكد تاني برضو. في ناس تقول لك خد لاترال فيلم. ليه? عشان الجزء السكند بارت بتاع الديودنم بيبقى ريترو بروتينيا. فبيبريجيكت قدام. فدي بتأكد لك برضو ان ده بتاع الديودنم. واخر فيلم زي ما انتم شايفين ملأ كده انا خلصت الفحص عايز اقول لكم ان من ساعة ما بنشرابه شوية الكونتراس دول لحد ما نوصل للفحص ده ما بياخدش حوالي عشر دقايق تمام? عشان كده بقول لكم اشتغلوا دايما اندر فلورو. لو اشتغلت سهل جدا انك تمس لقطة للقطات اللي انتم شفتوها دول دي وتمس وتتعب بعد كده في تشخيص المال. يبقى عرفنا المهمة عندي جدا ان انا اشوف ادي الاسوفيجاس. طبعا الاسطومك عندي هنا تحت الديافرام. الجسر اتأكد انها تحت الديافرام. اشوف الديجي جي. دي واحدة من بتاعتي المهمة جدا. دي امثلة لحالات ايه? هنا احنا مدين البابي بالبطل. البابي ده كان جاي لي عنده هستوري اف اسوفيجي الاتريزيا. يعني البابي ده كان عامل. كان الاسوفيجاس بتاعه كان مقفول. وتعمل له سيرجيكال اناستيموزيز. وكانوا بيعملوا اسسمنت للانستيموتيك سايد. زي ما انتم شايفين. هنا فيه وفيه هنا ايه? وبعدين ما عدي بقية الاسوفيجاس ووصلنا للاستومك. البيبي ده كان جاي تراكية وسوفيجية الفيستولة في اليونيت. هنا ايه اللي انا عامله? انا مدخل بتاعتي صغيرة. وبتتتح ان فيها كنترست بشويش وانا طالع. ايه اللي حصل? شايفين الكونترست تعدت في الاتش تايب فيستولة? راح جاية مليالي على طول ايه? مليالي التراكية ومليالي ايه الرايت من برونكس. عايز اقول لكم الفحص ده مجرد ما شفت الصورة دي روح تجاي ساحب بقية الكونترست موقف الفحص. خلاص الصورة دي دي اجنوستيك ان فيت ركاوز وجاية الفيستول. تمام? مش محتاجة اجود وعدة طلع لها صور ايه بي ولترل وقبليك وعد ايه افنن. ليه? لانك اي صورة هديها زيادة هزود الاكسبوجر وهزود الكونترست اللي داخل على لانج اعمل له لانج ايه? فيبقى دي فحص الفحص ده بالزبط الفاكر البيبي دي كان ثلاث صور. اول ما شفت اللقطة دي خلاص راح بعدها على العمليات على طول. ده مثال ايه ادي اسطومك. تعالوا نبص على بتاعت ديودنم. ايه رأيكم? بتاعت ديودنم مش موجود. ده بقى حاجة عاملة زي البريمة كده او الحلزون او اللي بنسميه فدي كانت حالة شايفيني المهم جدا ان انا بتاعت ديودنم. تمام? لا هنا معاش ده هنا بقى زجزاج كيرف وخلص اهو او ده في حالات فده اللي هو حاجة مهمة جدا وبأكد عليها تاني. لو سمحت اشتغل من ضمن الحاجات اللي بتجيلك الريفلاكس ده بعد ما شربناه الكونتراست البيبي الكونتراست رجعت تاني من الستومك على دي حاجة هتشوفها بعينك وانت شغال فلورو. مش هينفع تشوفها بلايند. لان انت ساعدنا بتصور بلايند انت مش هتبقى عارف دي كونتراست ليسا واقفة في الاوسوفيجاس ولا كونتراست رجعت تاني من الستومك على الاوسوفيجاس. فلو سمحتوا بقول لكم اشتغلوا فلورو عشان تشوف الريفلاكس. هنا طبعا عندي الريفلاكس. والريفلاكس هنا كان واصل لحد ايه بتاع الاوسوفيجاس. ودي حاجة انا مش هشوفها غير ديناميك اندر فلورو. تمام? ودي كانت بتاعة اللي كان عنده الريفلاكس. دي امثلة تانية دي ايه ما كنت بشتغل بلايند بصراحة. تمام? دي ايه ما كنت بشتغل بلايند مش هكذب عليكم. بس البيبي ده كان زي ما انتم شايفينه كان عنده هيرنيا. ادي الكونتراست اهو. مش عربينه الكونتراست. ادي الاسوفيجاس. واضح عندي ان الجسر هو في الشيست. ودي عندي الستومك كلها هنا. ودي البايلورس وبعدين السي كيرفي بتاع ديودرام سبحان الله بتاعه كان نورمال خالص. يعني هو كان كل اللي سلايدنج هيرنيا. طلع الصمك في بتاع الشيست. كده انا خلصت الابر جي اي كونتراست. هل فيها اي اسئلة او اي حاجة? قبل ما اخش على كونتراست انيما. نخش بقى على نخش بقى على ال كونتراست انيما. تمام? اه انا ضربت بعيني كده في الكومنتات. كنت ضربت عيني بالكومنتات. حد بيسألني على الباول فولو ثرو. الحقيقة الحياة الباول فولو ثرو. الباول فولو ثرو ملوش رول قوي دلوقتي في الاطفال خاصة في النيونات. تمام? عشان كده انا لما اقول لكم قبر جاءة كونتراستادي. بشوف لحد بروكز مالجوجنام ودمتم. الفولو ثرو ملوش قوي عندي في النيونات. ممكن في العيال الكبار شوية اللي هو او الجماعة اللي هم بتاع الانفلاماتري باول ديزيز ممكن يبقى لوا رول معهم. فالفولو ثرو في الادلت زي في الاطفال. تمام? انا بتكلم ميكي مركز شوية عن لان بشوف برضو حاجات مهازل بتحصل في حالات لما ينكلمكم عن واجه اقول لكم بيتعمل له مبيتعملوش المشكلة ان لسه بيطلبوا الفولو ثرو. الفولو ثرو اوعدكم انه مش هشخصلكو في تمام? نيجي المهم لان التنطلب كتير جدا جدا جدا. ودي ممكن اسامحكو لو عملتوها بلايند يعني انا بشتغالها في عياتي الحقيقة بلايند تمام? الا ان في حالات برضو في الكونتراست انيما يفضل اشتغالها under floral. حق ربنا يا جماعة الكونتراست تاديوس كلها حق ربنا نشتغالها under floral. انما الكونتراست انيما الحقيقة انا يعني ممكن اشتغالها بلايند. طيب. اشهر ايديكيشن بيجي لنا في الاطفال في الكونتراست انيما هم العيال بتوع الكونستيباشن. الطفل اللي هو يقول لك البيبي ما بيعملش حمام غير كل 3 ا 4 ايام او بيعمل مرة كل اسبوع او الكلاندر تمام وكذلك حالات اللي هم عندهم في النيونيتز النيونيتز يعني حالات الاليال اتريزيا حالات المكونيام الالياس حالات الهرش سبرانك ديزيز تمام هنعرف برضو ان في البيبيز اللي هم كبار شوية البيبيز الكبار شوية بقى اللي عنده البيبيز عنده الالتربيوتايتز ذكروا مع الادلت مش مشكلة انا هتلقوني شوية مركز مع العائل النيونيتز والانفنت تمام يبقى اشهر عندي هو الهرش سبرانك ديزيز او الكنوستيباشن تمام وحاجات تانية هنشوفها اللي بيحصل الكنتراست انيما عندي في الاطفال ممكن تبقى دياجنوستيك وممكن تبقى ترابيوتك تمام هنعرف امتى دي بتتعامل وامتى دي بتتعامل وكل واحدة بتاعتها والموديكيشن بتاعتها ازاي اتفقنا نيجي على انا قلنا بتاعتها انيبقى فيه هعرفه منين هتعرفه لما بتاخد الفيلم بتاعك الاولاني بتاع الاكسري هتلاقي فيه نيمو بروتونييام تمام فهتلاقي نيمو بروتونيام ده لازم انت معارف بتاعته في الصبين والإرجت حسب بتاع البيبي عشان كدر بتحطي لكم صورة اللي هي الصبين بتاع البيبي اللي قلت لكم احب اجابها في الامتحانات دي لذا انا فكر مرة كان جايلي ومطلوب مطلوب له كنتراست انيما. عملنا الفيلم الاولاني اللي لقينا في نمو بروتونين. ما كملناش. راحنا جاي منك اللي مين الجراح يا باشر ده عنده برفوريشن. خدش دخل له عمليات على طول. وافتح انت شوف بقى ايه? علينا كاتاجر زينبول. تمام? طبعا لو عندي اسكيميا لو عندي اي حاجة. عندي حاجة. منها عنده شوك عنده بروتونيتس. كل الكلام ده نعمل ايه? طيب. نيجي بقى على الحتة دي ونركز كويس عشان دي انا بحفظها عندي للشباب عندنا. لما اقول لهم دايما في الاطفال. اقول لهم انما مينز انما. تمام? انما مينز انما يعني ايه? هم العائل حفظونا كده عندي الولاد. يعني حتى دايما لو يفكرون يلا بطور محمد. انت دايما محفظونا انما مينز انما. انما يا جماعة دي مفروض حاجة اخدناها في الفارما بتاعت الاندر جراديوت. الانما سات عبارة عن ايه? عبارة عن ريزرفار كنتينر كده. ممكن يبقى لزازة دي بزرفار حاجة بحط فيها الفليوت بتاعي. وخرطوم تمام? وعندي اسطرة بتخش في الانس من تحت. دي اسمها الانما سات. حتى انت في بعض الادلت ساعات لما لو لو روح اعمل حوانا شراجية. في حوانا شراجية جاهزة في الصيدلية بشتريها. عبارة عن كيس مشمع كده. ولو خرطوم تمام? والخرطوم ده اخر وبسبوز كده اللي هو بتحط في الانس. هي دي الانما سات. وهي دي الطريقة اللي باشتغل بها. لان اللي باجي اقول للواحد. ايه بتاعك? يقول لي بجيب اسطرة او سرنجة. بيجيب لي العصبي. هقول لكم انت تستخدمه اسطرة او السرنجة. تمام? انما عايز تعمل انما مظبوطة لطفل اشتغل بانما ست زي ما بقول لك كده. هات ريزرفار. هات. خرطوم. ممكن تساعد بيبقى جهاز بحلول. انا بشتغل كده. بشتغل بازازة او ازازة الصلايم بتاعتي. بحط عليها التخفيف بتاعي اللي انا عايزه. وبشتغل بجهاز محلول وبشتغل باسطار. تمام? هي دي الانما ست. وهي دي المنزر بتاعها. ريزرفار والخرطوم والانما داخلها فين? في الريكتر. طيب. لما يجي نتكلم شوية على الجزء اللي هو بيخش في الريكتر. عندي بالنسبة الريكتر الكاثتر دي او الريكتر كانيولا دي. في عندي منها نوع. في نوع في زي ده كده ملوش بلونة. وفي نوع ببلونة شبه الاسطار الفولي. اللي شايف الاسطار الفولي بتبقى كده ولها بلونة. في النوع ده اللي هو ملوش بلونة. تمام? يعني في النوع ده ملوش بلونة وفي نوع له بلونة سيلف ريتاني. ايه الفرق ما بينهم? ان واحد بثبت لو عايزة سبت البزبوس ده في الريكتر بروح جايه نفخ البلونة. لو مش عايزة اثبته بستخدم اللي هي النوع اللي هو ملوش بلونة. طب الانواع دي مش موجودة هنا في مصر. ممكن تبقى موجودة بره شوفناها في امريكا او الكلام دي. بستخدم ايه بستخدم سعاد اسطارة فولي او الفيدنج تيوب حسب الايه اللي متوفره. تمام? في برضو انواع من اللي هي الانيما سيت دي بيبقى لها كمان اللي هو القرس اللي بسموه الفالانشا دي. دي عشان بتعمل بسعاد فيها ستكر كده يلزق على من بره بحيث انه يعمل كده على من تحت. تمام? طبعا الحاجات دي موجودة بره. انا مش قتلاش من حقيقة هنا في مصر. انا بشتغل بالاسطارة الفولي العادية او بشتغل المهمة عندي اللي قلت لكم عليه وخارطوم واسطارة. زي ما قلت لكم. اللي يقول لي هشتغل بسرينجة واسطارة او بالبتاع اللي هي الانيماكس والحاجات اللي بتبقى جهزة دي هزعل منه. عشان كده اشتبلكوا عليها ايه بالاحمر. دي لقى انديكيشن بس مش دلوقتي. هقولوا دلوقتي كمان ثلاثة اربعة سلايد. طيب. الكنتراست انما زي ما قلت لكم. انا بعمل الانديكيشن ليه? تمام? بتاعي برضو اكوردنج للانديكيشن. طبعا انا ممكن استخدم بريم. ممكن استخدم الووتر سولوبل. ممكن استخدم اللوء او 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 حسب. هقول لكم برضو اكوردنج تودا انديكيشن. سمتايمز بستخدم اير وهوريكم انتا مستعمل ال اير انيما. تمام? المفروض انتو هتاخدوا في الكبار او ازا كنتو خدتوا فعلا ان في الكبار غالبا بدور على في الميكوزة بتاعت الكولوم. فعشان كده بقول لي الراجل ده ايه? صوم وكل وخد حبوب فاح منزل البتاع وخد وفضي الكولوم. تمام? انما هتلاقي دايما في حالات الساسبكتد هيرش سبرانج ديزيز بيجي لك الريكوزت كده بليز فور كونتراست انما وذاوت بريباريشن. يعني هاتي الطفل كده ايه? زي ما هو. تمام? اي طفل لا تحضره ولا تدي له ولا تعمله حان شراجية ولا اي حاجة. تمام? فعشان كده مثلا بريباريشن اكوردنج للإنديكيشن. اشهر إنديكيشن اللي هو وده بيبعدهولك دكتور الاطفال او جراحة الاطفال. شاكك فهرش سبرانج. وانس انه شاكك فهرش سبرانج. ما بتعملش للبيبي بريباريشن. طيب افرض انه جاي لك بيبي كبير شوية. او لأ هنا حضره عادي خالص. زي ايه? زي الادلت. طيب الطفل اللي جايب سوسبيكتد انستان ابستركشن. هحضروا? لا ما حضروا. اشتغلوا على طول. تمام? فده اللي هو البيباريشن امتى بعمله? الكلتراست اين ما بتاعتي? بصور الفيلم الاكسري الاولاني. العروسة تانية اهو. فيلم الاكسري الاولاني بتاع السوباين. عشان اشوف 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 لو فيه كالسيفيشن لو فيه لو فيه الحاجات اللي احنا قلناها الخمس حاجات اللي بندور عليه. مهم جدا. انا شخصيا اي طفل اي طفل جايلي صغير كبير بتعامل معاه على انه ليه? عشان هنلاقي له معانا بنعملها لو ما عملناهاش. الجراح بيزعل وبيرجع لك الحالة تاني يقولك لو سمح عد لي الايه? الانيما تاني. طيب ايه البيباريشنز دي? انا شخصيا هقولوك عليها بس هقولوك الاول. العين بناخد للصوباين بتاعنا. تاني حاجة بركب الاسطرة وابتدي افتح جهاز المحلول بتاعي ينقط كده بشويش. ومهم جدا اخد الريكتم الريكتم بعمل له في في اللاترال فيلم. فانا شخصيا بشتغل او لاترال هبتدي اعمل الريكتم واخد باخد لقطة او اتنين لاترال عشان اعمل الريكتم. تمام? بعد كده بنايمه برون وكمل الاسطرة ركبة فيه من وره. البرون بيباين لي ايه? بيباين لي الحاجات اللي هي اللي هي هتبقى دبايننا تساعتها اللي هو السيجمويد كولون. تمام? والترانسفيرس كولون هما اللي بيبانوا مع البرون كويس قوي. بعد ما وصلت كده خلاص للاخر الترانسفيرس كولون. ارجعه سوباين واضح ان انا مليت الايه? الكولون كله. عايز اقولوكو. لو اشتغلتوا بطريقة اللي بولوكو عليها اوعدكو ان تمانين او تسعين في المية من الحالات فحص الايه مش هياخد معاك اكتر من عشر دقايق. تمام? يعني انا خلاص انا علمته للنواب والفني بتاعي في العيادة. هو بيتعامل لوحده. بيجهز الريزيرفور يحط الخرطوم يركب يفتحه بشويش وياخد اللقطات دي. فيلم عندي في العيادة او في المستشفى او الكلام ده. ماكسيمم من خمس لست صور اللي انا قلتلكو عليها. واحد او اتنين. تمام? وواحد واحد سوباين. كده لما لدي الكولون كله وعظمة. تمام? ادي بتاعتي. نيجي بقى نتكلم على اللي هو بكل سيناريو. تمام? الاولاني. اللي هو لما اجد دي كله هو السكند بقى جزء السكند اللي هو بتاع هنعرف ان من ضمن اسباب حاجة اسمها الاليا الاتريزيا ان الباول تبقى مفوله عند الاليا او ان يبقى فيه عندي حاجة اسمها موكونيام الياس موكونيام متحش جوه الباول او ان البابي بيعنده مولود بيه عادي خالص تمام? ساعتها انا بحب افضل استخدم الووتر اه انيما تمام? والجول بتاعي ان انا املى الكولون كله واحاول اوصل شوية من الكونتراست لحد الايه? تمام? بالذات لو انا بعمل لان فيه الاليا الاتريزيا يعني ده كان فعلا الاليا الاتريزيا تمام? اللي عندي هنا انا مركب الاسطرة بتاعتي تمام? ومالية الكولون زي ما نشاهدين الكاليبر بتاع الكولون كله صغير دي الصين اللي احنا بنقول عليها مايكرو كولون او سمول انيوزد كولون تمام? فالسمول انيوزد كولون ده معنى ان فيه قبله والكولون ده ما اشتغلش فيه تمام? ولازم احاول اوصل للديستل اليوم كده عشان اشوف زي كانت فيه كونتراست اتعدي فيه ولا لا عشان افرق ما بين الاليا الاتريزيا والمكونيوم اليس طيب كان فيه سؤال جاي لي كده لمحته بطرف عيني بثبت الاسطرة ولا لا? هقول لك حالا دلوقتي اجاوب لك ع السؤال. السؤال اللي هنجاوب عليه هو حالات او الهرش سبرانج ديزيز يا جماعة لها معانا. لو هو جاي لك اول حاجة ما تحضرش العيان خد البيشانت كده سوري كده انا راجل فلاح من طنطة عندنا كلمة بنقولها يقولك خده بعابله زي ما هو كده بالفيسيس بتاعته بمشكلته تمام? خده بزاوت ايه بريباريشان يعني ما تقولوش يعني تقولو اقعد تعمل حقان شراجية لو بياخد لك ستيفزي وقفه قبلها بتمانية واربعين ساعة تمام? لو ماشي على حقان شراجية وقفه قبلها بتمانية واربعين ساعة تمام? ويجي لك زي ما هو كده بالفيسيس بتاعته. ادي اول حاجة. يفضل ان ما يكونش الدكتور كاشف عليه وعمل له لان هو لما بيحط اصباعه بيوسع الجزء اللي احنا عايزين نشوفه. هو مشكلة ان الديستال بول is very spastic. فهو لو حط اصباعه ممكن يوسع الحطة اللي فيها الباصولوجي يضيعها. تمام? طيب لو البيبي ده سعب يتعمل لهم بايوبسي. لو هو عامل بايوبسي. اتاكد ان يكون عدى عليها فترة ان البيوبسي دي يكون عشان ما يحصلوش انفكشن او برفوريشن منه. تمام? يفضل تستخدم الووتر سولوبول. اه كونتراست لانه. اه طنطا مش فلاحين طيب بس يتلليك برو بخاطرك. اه الووتر سولوبول بيبقى بريفيرد في النيوناتز عشان لو لا قدر اللي فيه اي موجود واحنا مش واخدين بالنا منه. يبقى سيف. طيب الحتة بقى نركز في الحتتين دول قوي. يعني ايه بقى الكلام ده? استخدم ارفع اسطرة عندك. يعني انا حالات النيوناتز او الكبار اللي بيجولي بستخدم الكالبر بتاع الاسطرة رفيع جدا. بستخدم اسطرة ستة فرنش او تمانية فرنش. اللي بيحصل ان انا بلاقي بلاوي ساعات تلاقي نيونات ومتركب له اسطرة عشرة واثناشر اللي هي بتاعة الادلت. تمام? طبعا ليه بتستخدم اسطرة رفيعة? انا قلتلك ساعات بيبلاهرش سبرانج. هوريكوا صورته. الباسولوجي ان فيه سباستيك ديستال بارت بتاع الباول. فهو اريد رفيع. لو انت حطيت في حاجة تخينة هتوسعه هتضيع الباسولوجي. فعشان كده يقول لك استخدم ارفع اسطرة عندك. الحتة بقى اللي هي مهمة قوي اوعى تثبت الاسطرة لو هي اسطرة فولي مسلا ستة ممكن تستخدم اسطرة فولي ستة. اوعى تنفخ البلونة تثبتها في الريكتر. اياك ثم اياك ثم اياك. لانك هتعمل فحص ممتاز جدا. بس الجراحة يروح جاهم رجعهولة التاني يقول لك الفحص ده لانك مجرد ما نفقت البلونة عملت في الحتة. ضيعت الايه? التشخيص على عيان. يبقى انت عرضت البيبي. وما شخصتوش. وهتعيد الفحص تاني عشان تشخص المشكلة از كان عنده هيرش سبرانج ولا لا. يبقى هنا بتاعت الهيرش سبرانج متحضرش العيان. استخدم اسطرة ارفيعة. اوه هتنفخ البلونة بتاعت الاسطرة. تمام? وما تزقش الاسطرة جوه كتير في الريكترم. هي دوب التب بتاعها اللي خروم بتاعتي هتعدي كده في الريكترم. وابتدي اعمل في الريكترم بتاع الريكترم لان اساعات هو البسورجي بيبقى في اول لعطتين او تلاتة من الفيل. افويد اوبرفيلنج لان افوبرفيلنج ممكن يعمل لك برضو ده عليك البسورجي. عشان تعرفوا الهيرش سبرانج ديزيز. تمام? الهيرش سبرانج ديزيز. ده صورة للعملية اللي بتتعمل له. دي حاجة اسمها ترانسينة. ادي الجزء اللي ما فيهوش. ما فيهوش اللي ما فيهوش جانجليون سيلز. بيبقى شايفين عامل ازاي? وده الجزء النورمال. ما بينهم الترانزيشن زون. هو اللي عايز انت تصوره له. تصور له الحتة الاسباستيك دي. قدي مدخلين يدهو بالتب بتاع الاسطرة رفايعة. مش نفخين بلونة. ودي الجزء الاسباستيك الاجانجليونيك. ودي الجزء النورمال اللي تضايليتد وما بينهم الترانزيشن زون. هي ده اللي انت عايز تورهوله في الفيلم. وده شكله كلينيكر. لو انت دخلت اسطرة تخينة. او نفخت البلونة. ضيعت تصوريش ده خاصة ان الجزء الاجانجليونيك ده ممكن يبقى فيري شورت. عشان كده دي بتاعة الكنتراست انما في حالات ارفع بلون اه ارفع عسطرة بدون بلونة بدون تحضير. تمام? طيب. مرة واحد مسك في خناقي عن نت. قال لي انت ما بتصبتش ما بتصبتش والعيان بيلعب والعيان بيتحرك والعيان بيعمل مش عارف ايه. طيب هتقول لي العيان هيحصل ليك او عيان بيحزق او او بيعاية. تمام? انا زي ما قلت لكم. تمانين لتسعين في المية من الحالات. لو انت فتح بتاعك بشويش. مش هتعمل للريكتم ولا مش هتعمل اللي بيخلي العيان يحزق. روح جاين فضي الكنتراست. تمام? دي حاجة. طيب الحاجة التانية. افرض انا العي اللي بيليك. فيه اللي كان لسه معي بيبي النهار ده ده. البيبي ده اول ما بتديله نقطة كنتراست اللي بتلاقي جاية بالانس. وانت برضو انه ممكن يكون هرش. طب هسبت القسطرة ازاي. تمام? حضرتك شفته اللي عنده اللي عنده اولاد صغيرين او شاف طفله هو بياخد لبوسة. بعد ما بنعمل بنديله لبوسة بنعمل ايه? بنزول اللي بقول لبوسة كده في الانس. ونمسك كده البوتوكس على بعضها بالبلدي كده برضو معلش يعني بستخدم الفاظ معلش فلاحي شوية. اللي هي بنعمط عليها كده او بتقرس البيبي كده من البوتوكس بتاعته تقفل على الانس. تمام? ده اللي انا بعمله في الاطفال دول. بدخل الاسطرة بتاعتي والتيم بتاعها. وبمسك بصوابعي. بقرسه طبعا من غير موجعه يعني. تمام? اقرس على البوتوكس كده بحيث ان هي تبقى عاملالي سيل حوالين الاسطرة والانس بحيث ما احصلش ليك من حواليها. وطبعا انا ببقى ماسك بطريقة ان ايه دي متغطيش على الفيلد اللي انا بصور عليه. تمام? فدي اللي هي ازاي تعملها. طبعا اه يعني لو في فرصة ان شاء الله احنا ممكن قدام نعمل وركشوب لايف. ويبقى معنا اطفال محتاجين كونتراست انما. ونوريكو ازاي بنعمل الكلام ده لايف. بيبقى احسن طبعا من الشرح مية مرة. تمام? طيب. الكنتراست انما زي ما قلت لكم. ممكن تبقى دياجنوستيك. وممكن تبقى ترابيوتك. انا برضو حالات اللي هي اللي بقولوكو على الموكونيام الياس ده بتاعها ان البيبي بيبقى عنده للموكونيام بتاعه بيبقى فيري فيك وفيستيكي انه بيلزق جوه الباول ويسده. تمام? ساعتها احنا بنعمل الاليمان لاقي سمول انيوز دو كولن وبحاول ازق الكنتراست ادخلها على الاليم ساعتها بحتاج الهايبر اوزمولر كونتراست. ليه زي ما قلت لكم الهايبر اوزمولر دي بتشد مية من تحاول تطري او تلين الكونتراست تلين الموكونيام ده بحيس انه يفك وممكن سعب تبقى ان البيبي ده محتاجش ان احنا نفتح ونطلع الموكونيام ده يعني ده كان بيبي عنده موكونيام الياس وفيلد معاه الترابيوتك انما ويحتاجه يتفتح عشان نشد اللي هو موكونيام ده عشان البيبي نريليف اللي عنده تمام? طيب انا شخصيا حالة الموكونيام الياس لو انا متؤكد ان موكونيام الياس ركب الاسطرة وثبتها. انا شخصيا عندي انا كمحمد التومي ان انا بتعامل مع العالك انها كلها هرش سبرانج ركب الاسطرة وما انفخهش ولا ثبتها. لعدة اسبال. لو طلع هرش يبقى خير وبركة وفدناك. طيب لو هو مش هرش تمام? في ناس ممكن توفيل البلونة ويحصل منها انجري في الريكتر. تمام? عشان كده يعني قليل جدا ان انا بثبت البلونة عنده مش ايه? مش هرش سبرانج ديزيز. فده اللي هو الكنترست انيما والكنترست انيما هنا نفس الكلام اشتغل بانيما ست بخارطون بقسطرة بنفس الكلام وافتح الريد بتاعها بشويش هتملالك الكولون كله وهتوصل لحد الايليم وتبقى انت فدت المريض وخدمت. عندي الانترسيبشا الانترسيبشا ده اللي هو ان الباول بتخش جوا بعضها زي ما بنطبق الشرابات كده واحنا بنشلها في الدرج بتاع التسريحة. عارفين لما كانت مهمهاتنا واللي متجاوزين يجوا كده يشيلوا الشرابات. تمام? شايلين الشرابات يحط ايدهم في الشراب ويقلبوه على بعضه كده. لو الباول عملت كده. لو الباول عملت كده دخلت في بعضها. ده بلحاجة بسميها الانترسيبشا. تمام? فهنا ساعتها انا ممكن اعمل له الانترسيبشا. لو انا متأكد ان البيبي ده انترسيبشا احنا ازاي? بنعمل حاجة اسمها ساعتها هنا بقى بعمل حاجات عكس اللي بعملها في ايه هي الحاجات اللي عكسها? ان انا بستخدم قسطرة كبيرة عشان عايز بتاع عالي جدا. وهنا بثبت القسطرة لازم تعمل كويس عشان اللي محقول يعمل يزق اللي هي الباول اللي دخلها في بعضها. يعني هي الفكرة ان الباول دخلها في بعضها زي ما انتم شايفين كده زي الشراب دخلها في بعضها. وانا بحاول ازقها بالووتر فاحنا بنعملها بطريقتين. الطريقة المفضلة عندنا في جامعة اللي بنعملها اللي هو كان في امريكا بيحب يعملو لها اللي هو بينفخوا العيان. تمام? تعالوا نشوف المنظر بيحصل ازاي? ده بتاع الانترسيبشن. الحاجة الهايدروستاتيك في ناس بتقول لك ممكن تعملو انك اللي انت بتعمله هنا بترفعه عالي شوية عشان يعمل يعمل بتاع عالي. ويزق يزق اللي هو وتثبت الاسطارة كويس بالبلونة. بحيث انك بتعمل كده يزق ده الانترسيبشن اهو. والمية بتزقه كده ترجعه لحد ما يحصل له بعد ما حصل ده ما انظره بالالترساون. في ناس تقول لك ممكن تعملو اندر فلورو. وتشوف كده اللي بتاع الانترسيبشن هو بيرجع. تمام? وفي اللي احنا بنفضله عندنا في جامعة الطانطة وممكن دكتور عبير معنا او لو حد معنا من جامعة في القاهرة يقول لنا ايه الميثود اللي هم بيحبوها احنا بنحب الهايدروستاتيك ريداكشن عند الالتراساوند جايدات. طبعا لان انا كده وفرت على العيان ان انا اعملو ايه اللي بيحصل انا بشوف الانترسيبشن بالالتراساوند. واقف جنبي زميلي بتاع الجراحة. معلق ازاست المحلول. وبندي صلاين عادي خلص. ونبتدي نشوف الانترسيبشن ده بالالتراساوند. وهو بيريديوس لحد ما يعدي اللي هو الانترسيبشن ده يعدي من الاليوسيكال جنكشن اولاق الفلاوت دخل في الايه في الديستال الاليام. ويبقى كده انت عملك ثرابيوتك انما للعيان. وفرت عليه انه يتعمله اوبن سيرجري. فده اللي هو الهايدروستاتيك ريداكشن. ده المثود اللي كانت شتاه في امريكا الحقيقة الاريداكشن. انهم بيجيبوا قسطرة زي الفولية هي. وبيجيبوا اللي هي زي اللي بنفقها بتاعت جهاز الضغط. وبيسربته دي برضو في الانس. وبيشتغل بقى هنا لازم يشتغل اندر فلورو عشان يشوف الار. ادي الليت بوينت بتاعت الانترسيبشن بيتانه ينفخ هوا لحد ما يزققها ويرجعها والهوا يخش على الايليام. طبعا لها ان هو بيعمل ما بين كل التمت والتانية تلات دقايق. ومفروض ان بتاع الهوا ما يزدش عن مية وعشرين ميلي ميليليتر ميركري. تمام? لان طبعا لو حصل ان انت زودت عن كده ممكن تكون ولو تكون وحصل صدن نيمو بروتونيام لعين ممكن يحصل صدن داف. تمام? ليه هيحصل نيمو بروتونيام ده? هيضغط الاي بي سي. ويوقف الهارت هيعمل صدن آآ كاردياك ارست للبيبي. عشان كده الار دا اكشع مشاكله كتير. يعني افاكر اي ما شفتهم في السنسناتي كان بيشتغلوه. كان بيشتغلوه بتوع على الاشعة. على الفلورو. وكان بيجيب كان يولتين كبار كده من اللي هما الستاشر او التمامتاشر. بحيس ان لو حصل معاني ميليمو بروتونيام. يروح جايي ضريبهم في بطن العين عشان يريلي في النيمو بروتونيام. وطبعا مكلم الجراحة. طب وليه? وليه الفرها ده? وليه نعرض البيبي الاسموه ده? الفلورو نعرضه الاكسبوجر. مالالتراساوند ريداكشن حلو زي الفل. وحتي لو حصل في الكولور. وده آآ صلاين. آآ هيحصل للصلاين ده هيخش النيمو البريتون مش هيحصل منه مشكلة. ولا البيبي هينضر ضرار جاني. اوكي? فدي اللي هو مثال الانيما كتيرابيوتيك مش دياجنوستيك. ده برضو مثال الاريداكشن بتاع الاريداكشن وهنا تنينينا ننفخ هوا لحد ما زقينينا الليب بوينت وهنا لسه محصلش كوبليت ايه ريداكشن. آآ في اي مشكلة في الانيما يا جماعة. كله تمام. هنيجي بقى على حاجة برضو بتنطلب مننا في حالات اللي هي الانوريكتال مالفورميشنز. دي الانوريكتال مالفورميشنز. دي الانوريكتال مالفورميشنز. زينا عارف ان في محاضرة كاملة لها. الدكتورة شايماء آآ من جامعة دي هي من الانوريكتال مالفورميشنز طبعا. وهتكلم عليها بالتفصيل. انا هاديكو بس فكرة سريعة عن الفحص اللي بينطلب لها. الانوريكتال مالفورميشنز اللي هي اللي احنا كنا مسميها الانوريكتال مالفورميشنز. ان البيبي يتولد من غير اينس. تمام? الفكرة انها الدكتورة شايماء زي ما هي هتقول لنا ان شاء الله في محاضرتها. خمسة وتسعين في المية من البيبيز دول. يبقى الترمنال باول واصل مع جينتال او يوريناري استراكشور. هي كومان في الميلز. هنا مثال للدستال باول واصل مع البالبر بوستيريول يوريثرا او البالبر يوريثرا وهنا امبرفورات اينس. طيب العيال دول بيتعملهم ايه? البيبي ده اول ما بيتولد. وبتشخص امبرفورات اينس. بنحاول بنحاول ان هو نشوف هي لو انامالي والله هي انومالي. اللي هو انومالي ده ممكن يتعمل له على طول. المشكلة في العيال اللي هما الهاي انومالي. الهاي انومالي دايما زي ما قلتلكم بيبقى فيها فيستولة. بيتعملوا ايه? اول ما بيبي بيتولد بيتعملوا كولوستومي. تمام? بيتعملوا كولوستومي ان هو بس حاجة عشان تريليف اللي عنده. والبيبي يتغزى وياكل ويبقى حلو كده عمره تلت شهور او اربعة شهور او ستة شهور. يتعملوا اللي هو ان هم يصلحوا بقى ان ينزلوا الباول دي في المكانها الطبيعي. وبعد ما يصلح ده يتعملوا يستنوا عليه شهر او شهرين على بال ما يهيل. تمام? وبعدين يتعملوا خالص انهم يقفلوا الباور على بعضها والبيبي يبقى طبيعي. تمام? من ضمن الخطوات اللي هيطلبوها في الخطوة التانية اللي هي قبل بيعملوا هيعملك هيقولك لو سمحت اعمل لي ديستال لوبو جرام او ديستال كولوستو جرام. ليه? عشان ترسم له بتاع الباول وازا كان مع او ولا لا. تمام? هنا بقى هنا بقى يا سيدي اشتغل بالاسطرة والسرنجة مش هزعل منك. مش هزعل منك خالص. ليه? لان في بيبر كتبها واحد من كوبار جراحي في العالم اسمه قال يا اخوانا يا بتوع الاشاعة. انتم ما بتدوش كفاية في ما بتبينوش الفستولة. فلو سمحتوا ادوا بالعقل وما تخافوش عشان تبينونا الفستولة. هدي ازاي? ان انا هحقنوا عن طريق اللي هي السرنجة بتاعتي. طب انا بعمل ايه? ده منظر اللي هو بسموه الدبل بارل كولوستومي بتاعنا. الكولوستومي ده معمول طبعا عشان اللي عند البيبي. ففي واحدة بتبقى شغالة بتجيب والتانية بتجيب اللي هي مش شغالة. دي اللي انا بشتغل عليها. بروح جاي مدخل فيها تب بتاع الاسطرة الفولي بتاعتي. ونافخ البلونة بتاعتها عشان اعمل سيل كويس عشان تمام? وبعدين بامل القسطرة بتاعتي بالكونتراست. وطبعا بستخدم هوتر سولو بل كونتراست ليه? لان طبعا انا سسبكتنج ان فيه فستولة. والفستولة دي كونكتد مع اي فمش هدخل بريم على اليوريفرا او البلدر او الكلام ده. فباحن هوتر سولو بل كنتراست ماتيريا. وابتدع اه بالبريشور بالعقل كده واحدة واحدة. وطبعا يفضل انا اشتغل اندر فلورو. بعمل الاسيسمنت ازاي? بنيم العين لاترال لان هو ده اكتر فيلم بيحبوه الجراحين. لان هو ده اللي بيعايز يشوف في الفيستولة. هنا انا امركب الاسطرة بتاعتي. ودي البلونة بتاعتها. ودي الاسطرة. وتنيت ناح ادي بتاعي. وبعدين واضح ان في فيستولة هنا. الفيستولة دي عملت للكونتراست على البلادر. وعملت على اليوريثرا. لان ده كان ميل. هي اكتر الحكاية دي بتحصل في الميلز اكتر. تمام? فالواضح ان الراجل ده كان عنده ريكتو آآ بالبر فيستولة او ريكتو يوريثرا الفيستولة مع البالبر بارت بتاع اليوريثرا. والصورة دي اللي بيعايز اكتصورها له في الايه? في الديد لاترا. طبعا زي ما قلت لكم ده فحص آآ كونتراستادي اشتغله اندر فلورو. انا بصراحة لان اخفيكم سررا باشتغله صعب وبعمل له هاك كده عشان اعرف البيبي الفيستولة بانت ولا لأ ان انا بنام البيبي على جنبه كده بخليه وش راحيتي وابقى شايف البيناس. وابتدي اول ما اشوف البيبي بيعمل اصور ان ده يا هيبقى يورين يا هيبقى الكونتراست اللي انا حقا انتم من الايه? من الديستال باول. وهو بيبقى عايز اللقطة اللاترال دي لان هو دي اللي بيعمل عليها بتاع السيرجري بتاعه. تمام? ده من منظر تاني الديستال آآ اللي هي الريكتو آآ بالبر فيستولة. تمام? دكتورة ما اتكلمنا بالكلام ده بالتفصيل. اللي عايز بس اقوله لكم ان دي الحالة الوحيدة اللي مسموح لك تشتغل فيها بسرنجة وقسطرة. وتحقن بالبرشور وبالعقل. يعني احقن لحد ما تشوف الفيستولة. وبالعقل لو سمحت. ما تخافش. تمام? فده اللي هو حالات الانو ريكتال مالفورميشن. برضو من ضمن الحالات اللي ممكن. من ضمن الحاجات اللي بيطلب فيها الكمبليكس اينو ريكتال مالفورميشن في الفيميل. اللي هي بنقول عليها اللي هي بتبقى اليوريثرا والفاجينا والريكتام كلهم فاتحين في هنا بقى سعب بنعمل بقى فحوصات ان انا ممكن احقن من ديستال لوبو جرام وساعات بقى حقن من تحت حاجة اسمها الفكرة ان انا بحاول ارسم للجراح اللي هو التقاء التلاتة مع بعض اللي هو الريكتام ودي الفاجينا وده البلادر ودي اللي هي اللي فاتحهم على بعض في حالة في الفيميل. دي برضو من ضمن الانديكيشن ستاك ديستال لوبو جرام. كده انا خلصت المحاضرة الباقي هقلبه في عشر دقايق. في اي اسئلة في اللي فاتح قبل بنخش على الكلام اللي هو احنا عارفينه بقى. انا طويلت فيه معلش ورغيت كتير بس ما حاول اوصل لكم الفكرة. حد عنده اي اسئلة? تمام. هنخش بسرعة بقى نخلص الحاجات اللي هي بسرعة. ان طبعا الالترا ساوند من الحاجات اللي بنحبها جدا 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 جدا. في البيبيز. لان طبعا ده ومافيش اسمه ده ومافيش بتاعت كتيرة جدا. الباول حالات يعني اللي عندهم كان زمان بتشخص دلوقتي اللي يقولي اوعدك انك بتعزب الطفل وبتعزب نفسك وبتعزب الفني وبتعزب قسم الاشعة كله. لان البيبي بتاع ما بتفضيش بطنه ما بتفضيش غير بعد ساعة ونص ساعتين. تمام? طب لما انا عندي طريقة سهلة بالسنار وبجيبها على طول. اللي خلينا عزب نفسي وعزب الطفل. طبعا حالات الابنتسايتس فان فغلينا بديزيز طبعا الالتراساوند كينجي فيه. تمام? لفرفاتيز المنزل القصدر البانكرياس طبعا الذبوبلر لوك تده امثلا بده للباهالة يتيكرو تايزينج الثلاج. هنا انا بعمل باول التراساوند. لقيت الاب 또� найд bloat Loch N�Яt يعني فيه الاير اللي جوه الباول وفيه الاير اللي جوه الباول وول نفسه ده ممكن يوصل كمان للبورتال فين ويبقى عندي جاز جوه دي في الحالات الادانسة جدا بتاع في جميلة جدا بتتكلم على بتاعت الباول في حالات انها الاول بتبقى وبعدين بيحصل فيها وتبقى فاسكولار فدي بتعمل بتاع 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 في حالات الباول في حالات وحاجة جميلة جدا وسيف وبنعملها في الحضانة تمام ده اللي كنت بكلمكم عليه تمام ده منظره هنشرح المقاسات دي بالتفصيل في بس خلاص انت اول ما بشوف المنظر ده والمقاسات ماشية مع ما بنسموه ده ما بنعملش فحص ما بياخدش خمس دقائق عشر دقائق والبيبي بيطلع بالصورة دي على العمليات على طول ويتعمل له عملية بقى زي الحالات الانتصصيبشة طبعا احنا عارفين كلين كان الهيسوري البيبي بيجي وبتاعه والسن بتاعه الكلام ده الاقي اللي هي الباول ماس اللي هي بتبقى عاملة في او اللي هي بسموه السودو كيدني ساين زمان كان بقولوه السودو كيدني ساين طبعا مع الاجهزة الجديدة الهي رزيليوشن انت بدأ تشوف الانتصص السيبتم والانتصص السيبيان وتشوف السبب بتاعه اللي هو اللي هي بتبقى الهايبر بليزيا او المزينتريك هايبر بليزيا تارجت ساين هي دكتور اللي هي في الترانسفيرس ده اللي هي تلاقي عاملة زي النشان اللي احنا نضع النشان عليه بالحاجات بتاعت النشان الاسهم والكلام ده هو ممكن تشوف اللي هو سبب الانتصص السيبم جدا Hebيني شوني هو الخلو كان بيبقى الهايب البليزيا بتاعتها الذي في الباول و tuaول تمام تمام 360 ده lot BU stock طبعا حالات الابنتصص السيبم أنك تشوف اللي هي البلايند اند باول وحواليها المزينتريك ريكشن او زمن كونج او او ابنتيكلر والاابسيز التجد worden والكلام ده دي امثالة الابنتصص ب الالترا ساون طبعا عنددا تعرفين الالترا ساوند مشكلته بس الوحيدة نو اه طيب احنا كنا قاعدين منتكلم انت عادي يا عم مصدع دماغنا بالصبح بالدوز الريدكشن ومش الدوز الريدكشن. هل انا اجينس الستي. انا اجينس ان انديكيتد انجستفايد انما لو هو مشكلة العين ده مش هتتحل غير بالستي توكل على الله وعمله. بس لما تعمله اعمله صح ببروتوكول صح من الاول. يعني ما تجيش مثلا في حالة محتاج انك تدي فيها كونترست تعمله زود كونترست وبعدها بك هتقول اخ اصلا نسيت ايه عايز اشوف لا اعملهم الاول بكونترست مرة واحدة بتدوز الريدكشن مرة واحدة عمله صح. تمام? لو هتعمل اي في كونترست خلاص يبقى يتعمل. البي كونترست كان مالوش لازمة. تمام? هل محتاج اورال بريباريشن? آآ لازم احدد لهو عين انا عندي محتاج احضره اورال بكونترست ولا احضره بمانيتور ولا بمية ولا بايه. تمام? طبعا الجهاز بتاعي لازم اشتغل بالالارا كرونسب اللي هو اللي كلمت فيه الدكتورة عبير مبارح اللي هو ان العامل بتاعتي تبع عامل فيدياتريك. والصور بتاعتي بقى لدوز تديني صورة اشخص منها. وايا فرحتي انزل الدوز قوي وتطلع لي صورة جريني. معرفش اشخص منها. يبقى انا كده عرضت العيان لزيادة. لانه هيضطر عيد الفحص. تمام? طبعا الاندكتشن بتاع تي السيتي بتبع في العائلة الكبار شوية زي التروما، ال البروتونية الديزيز او الحالات اللي هي بتاع الانفلان ماتري بقى هو الديزيز. وكان اا اا دي مسلا عن حالة لابنتسايكس في تيناجر زي ما نشايفين واخد اي في كونترست وهو الانهانس بتاع تاكيدني جميل اهو واضح الانهانس بتاع الانفلان دول بتاع العبين ديكس وحواليها بتاع الفات خلاص يبقى الفحص ده البي بيتعمله وهو سيتي واستفد منه. المرآي اا طبعا المرآي عندنا جميل جدا انه هو مافهوش مشكلته بس انه بتحتاج سيديشان في بعض الاطفال. ده بس مثال للطرق بتاعة اللي هي ازاي بيبي معك. انهما بيجيبوله اللي هي المرآي سبيكرز دي. والمرآي كمباتابل جوجلز. والجوجلز دي كمان بيشوف فيها افلام كارتون يعني الطفلك كبير ده حقيقة ده كان فني في سن سينات شيدرون هصبتال قابلته وكان عامل البروشور بتاع المستشفى ودي بنته جايبة بيجربوا عليها يعني بيجيبوا للطفلة يقول له هات معاك الفيلم الكارتون بتاعك وانشغله لك وتتفرج عليه انت جوا فالبيبي ما عودش يتخرج كتير ويبقى كوبرتيف ومتحتاجش تديله ايه اه سيديشن. النيوكلار بنتسن بتاع الحياة عندنا في اطفال اه يمكن بنستعملها اكتر في حالات الهيبات في اللي هي حالات اه اه في حالات والحالات اللي فيها مشاكل في وفي حاجات بتستخدم ساعات في بتاع اللي ما بيبنش في بيستخدم في حالات والحاجات دي والكلام ده تمام يمكن جماعة تتكلموا فيه احسن مني ده بس اللي هي اسامي اللي بنستعملها وده كان اجزامبل لنورمال هايدا سكان ده متضم الابليكيشن ده بتعمل في النيونيتز احد الدياجنوستيك تولز المهمة عشان اشخص بها بيلياري اتريزيا من عدمه وده حالة بيلياري اتريزيا زي ما نشايفين التريسر متجمع في الليفر ومحصلش له اي اكسكرشن في الباول معناها ان البيبي ده عنده هايبوبليزيا في بيلياري تريكس وعنده بيلياري اتريزيا دي حالة اللي هي الجاثر بتاعه معرفش ازا كان حد بيعملو في مصر ولا لا بس هو بيتعمل في لان فيه ساعات انواع من رفلاكس تبقى بيري ساطل انها ماتبانش في 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 دوب التريسر ما بيوصل بيقدر يقرأ يقرو دي ويعرفوا ان فيه او او دي برضو الهاجات بتاعت دي ممكن معرفش ازا كانت بتعمل في مصر ولا لا انا مش بتاع قوي بس يعني بنقول لكم برضو ان دي من التكنيكس اللي ممكن تستخدم في دا يمكن من الصور المشهورة اللي بتشوفها كتير بتاعت الميكل سكان اللي هو لما بيكون فيه او بني ديتريسر بتاعنا اللي هو بيروح للاكتوب الاحبول اللي في وهي وبنشخص به اللي هي برضو من اللي تستعمل انا مش بعمل لدى الكتاب ده ولا حاجة بس هو الكتاب ده بتاع استاذي دي اللي انا معاه في امريكا اللي استضافني عنده لمدة سنة ونصف انا برشح الكتاب ده عشان طبعا يعني استاذي وكل حاجة انا مليش اي مصلحة تجارية معاه بس الكتاب ده من كتب الجميلة جدا للي حابب يقرأ في البيدياتيك راديولوجي وهو مش بدياتيك راديولوجي او عايز يبتدي يقرأ في البيدياتيك راديولوجي بواجه عام تمام الكتاب والريفيو بتاعه شورت جدا وبيديك الحاجات اللي انت هتشوفها في حتى لو حضرتك جنرال راديولوجيست مش سبيشيلايزد بدياتريك راديولوجيست لو سمحتوا آآ لايك وشير وتابعونا على اليوتيوب على صفحة الاجبشان سايتي وبيدياتريك راديولوجي آآ تابعوا عليها المحاضرات ممكن تلاقوا محاضرات بتاعتنا دي بتنزل عليها ان شاء الله تمام وتابعوا الكنتنت بتاعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وانستجرام ودكتور عيدة ممكن تبعتلكوا اللينكات دي هي مساعدنا جدا في الموضوع ده. واخيرا آآ جزاكم الله خير على حسن استباعكم واسف على القطالة. دي واحدة دي بتاع وحدة الفلورو عندنا بنستشفى الجراحات طنطة الجامعي. دي الماشين بتاعتنا بتاعت الجهاز زي ما نشوفين هي عبارة عن ترابيزة والتيوب ده بتاعها شكل بتاع الاكس راي العادي. بس هنعرف ايه الفروق ما بينهم. ده الشماعة اللي بنحط عليه. ده بنجاي مع الجهاز. دي بقى الحاجات اللي هي بتاعت اللي هي اللي هي والحاجات دي. وده اللي هو بتاع الجهاز المحلول. ده اللي بعلق عليه الدربات بتاعتي بتاعت الانما او حالات او كلمبر. تمام? بتاع الجهاز زي ما انتم شايفين عبارة عن ترابيزة والتيوب بتاعي وده الكوليميتر. عادي خالص اهو زي جهاز احنا قلنا نديه تيوب. وعندي هنا جوه الترابيزة. ولو بسيته كده عندي زرائر. الزرائر دي بتحكم فيها. فحركة الترابيزة بتاعتي فوقه تحت ويمين مشمال. هنشوف دلوقتي ممكن بتحكم فيها من الزرائر دي. او فيه كان بيساعدني هو اللي بيحركها. مفيش عفارية في القوضة ولا حاجة. يعني الترابيزة لما حركت دلوقتي الفني بتاعي قاعد جوه انا في ترابيزة عبر رحمن. كان قاعد بيحركها لي. وعندي الزرائر دي. هو برضو بيحرك لي الجهاز من عنده. مفيش عفارية في القوضة ولا حاجة. ان الجهاز ده انا ممكن اوقفه بتلت لدرجة تسعين درجة. وعندي كده تحت هنشوفه لو انا محتاجة اعمل للعيان الفحص وهو واقف ده في حالات الادلت. يعني هو ده جهاز اللي مشتغل بيه ادلت وبيدياتريك وكل حاجة. تمام? فالعيان بيقف هنا وبقدر احرك التيوب فوقه تحت على حسب الحتة اللي انا بصورها. لو انا بصور اصوفيجاس بصور ابدومن بصور قصدي ستمك. بحرك التيوب دي فوقه تحت. ودي الترابيزة اللي فيها المونيتور بتاع الجهاز اللي انا بشوف عليها صور ريال تايم وانا شغال. اوكي ده اول فيديو فيهم النهاردة. الفيديو اللي بعده سريعا. دي الدواسة بتاعت الجهاز اللي قلتلكوا عليها عاملة زي دواسة العربية. تمام? احنا معلش نسيب لنا في الكيس بلاستيك عشان بنحافظ عليها. عشان ممكن بيتكب عليها مية وبريم وحاجات مين دي. هلاقي ان في دواسة عليها اليمين دي عليها العين دي بتاعت الفلورو. والدواسة اللي عليها المنظر بتاع الامع دي دي بتاعت الراديو جرافي اللي هي زي بتاع الجهاز. تمام? دي بتاكك على اليمين دي عشان اشوف الريال تايم فلورو. واللي على الشمال دي بتاكك عليها عشان اشوف اللي هي الاسبوت ايميجز. تمام? زي ما انتم شايفين كده. بحط رجلي عليها. ولما بتاك الصورة عندي بتطلع هنا فيديو. تمام? بشوف. طبعا الصورة دي من فحص قديم. ده مش ريال تايم. ما كانش عندي عيان. فحص قديم عشان نعمل بيه سيميوليشن بس. اوكي? فده الجهاز وهو شغال. لو عايز ادوس اخد فلورو باليمين. عايز اخد باخدها بالشمال. تمام? بعد كده الفيديو اللي بعده. هنا انا حطيت الساعة بتاعتي عشان استخدمتها كسبجيك لان ما كانش معايا مريض ساعتها ومش هينفع انا صور مريض طبعا عشان اللي هو تمام? هنا ده الكوليميتر بتاعي بتاك على الزرار ده بيعمل اللي اللي انا بحدد بها بتاعي اللي بصور بيه. وعندي البكرتين اللي انتم اللي هلعب فيهم دول اللي بتفتحلي الفيلد او تقفله اللي هما بنسميهم بتاعي. فانا بفتحها على حسب اللي انا بصوره او حسب حجم البيبي مش لازم اعرض البيبي كله او اعرض البيبي كله او الانسيسري بارتس ايه. وعندي الكروس ده اللي هو بيقول لي ده السنتر بتاع البيم بتاعك وانا تطوعت حطيت الساعة بتاعتي عشان اوريكم بنعمل عليها ازاي. هنيجي الفيديو اللي بعده بسرعة كده. احنا دخلنا بقى هنا الكونترول روم ده عبدالرحمن الفني اللي معنا. مفروض ان هو بيجيله البيانات بتاعت العين عندنا من الرس او احنا هنا كنا بنعمل نسجل حالة كده تست. وبعدين ببتدي نقي البرامج بتاعتي زي ما انتم شايفين. هتلاقوا فيه برامج ادلت وبيدياتريك حسب عايز باريام سواله ولا دابل ولا مش عارف باريام ميل ولا انما وفينا برامج برامج بدياتريك عشان الجهاز يشتغل فيها بايه بالدوز القليلة. اوكي? بناء البرنامج بتاعي هنا اللي كنتو عايز اقول لكم عليه ان من ضمن الحاجات اللي بتحكم فيها هنا. دي اللي انا بتحكم فيها. انا هنا فتحت برامج بدياتريك. ده اللي كنتو بقول لكم عليه. انا هنا بشتغل على الل اللي هو تلاتة تمام? اه ده اللي بشتغل عليه. عشان يبقى الكمية التعرض للبيبي ولية قليلة جدا. تمام? ودي جهاز بيحدد العوامل اوتوماتيك لان هو في اوتوماتيك اكسبوجر كنترول. تمام? عندي هنا الهوريكو هنا كده. اه هنا هنا التكيه نبصه. هو هنا الفني ممكن ان عنده زرار يتكي عليه. ندي فلورو. تمام? ادي الفلورو ايميج ايه. الساعة بتاعتي محطوطة واحنا بنصورها. شايفين اللمبر اللي بتطفطف هنا? اللمبر اللي بتطفطف هنا دي دي معناها الاكس راي اون. تمام? هنشوفها تاني دلوقتي. دي بتاعت العوامل بتاعت الفلورو هنلاقيها عوامل صغيرة جدا. واللي هي سبعين كي فيي اربعة ميلي امبير ده حاجة صغيرة جدا. ودي نسبة الاشعة اللي اتعرض لها العيان اللي هي تلاتة من عشرة ميلي كيوري دي. وزمن التعرض كان اربعة من مية مينت او اربعة ثواني. تمام? دي التعرير اللي بتطلع علينا في اخر الفحص. اللي كنت عايز اوريه لكم. شايفين هلا اللمبر اللي بتطفطف دي. لو انتم سمعين لما احنا بندوس فلورو. هوريها لكم تاني. لما احنا بندوس فلورو. لما انا شغال فلورو. اللمبر لما بتنور الاكس ريه بيطلع. تمام? والجهاز بيقى فيه صوت تقطع مميز كده. بتلاقي بيعمل ايه تك 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 كده. دي المعناها اللي هي تيوب ويتفتح وتقفل. طبعا كده انا بقلل الدوز علي وعلى عيان ده اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو الفلورو. زي ما انتم شايفين دي اخر صورة الفلورو شافها. تمام? اللي هي اللي يسميها اللاست فريم جراب. هو الجهاز بيفرزها كده. وعندي زرار بتاك عليه يقول لي اللي هي ده. دي الصورة دي. عندي ايكون هنا اسمها لاست امج جراب. دي صورة الفلورو. زي ما انتم شايفين فيها دي تيل مش بطال. ادي الاستيج بتاع الساعة. وادي الالكترونيكس بتاعت الساعة. تمام? وفي عندي زرار ان انا ممكن اتاك اخد اللي هي الفل دوز. يعني احنا عملنا. سوري. انا يا سيب. احنا خدنا هنا صورة ااا. خدنا الاول صورة راديو جرافي. وخدنا صورة اا صورة دي صورة يا جماعة. دي الصورة اللي هي فول اا فول رادييشن. ودي الجهاز حدد العوامل بتاعتها اوتوماتيك. انا بس بحاول ازباطها. دي الصورة اللي هي اللي هي تمام? والصورة دي دي اللي هي شايفين الفرق ما بينها? اللي يشوف الصورة دي هيقول لي العوامل بتاعتها مش مزبوطة معاك حق. انا هنا لو انا اشغال على حاجة مش محتاج فيها ديتيل باخد لان دي اخر صورة شافت من الفلورو. وبقى بقلل بها برضو الاكسبوجر للعيان. تمام? اخر فيديو تقريبا هو ده. ده بس بنوريكم امثل على الحالة كنا عاملينها قبل كده. ده اللي واخدينه اللي هو بتاعنا واخدين شاست وابدومن اللي عنده كان بي عنده كنا شكين انه عنده آآ هيرتا الهيرنية او مشكلة فلازم اشوف الشاست مع الابدومن. بنبص على البقاء والجازز ومشحات ايه والديستربيوشن. وبعدين كل الامجز الكتيرة اللي انتو شايفينها دي. دي اللي اسمها بتاعت الفلورو. تمام? يعني دي مش صور سيريال ولا صور آآ سبوت فيلمز كتيرة دي كلها اللي هي وانا ببص بشوف الكنترست وصل الكليفين اروح جايه واخد اللقطة. والحقيقة اللي عنده زي ما انتو شايفين الصورة دي لست اميج جراب. انا عايز بس دي الصورة اللي هي فول راديو جرافي. شايفين الديتيل بتاع الربز والآآ بتاعت اللانج. والصورة اللي قبلها. اللي هي دي الصورة دي هي دي بتاعت الفلورو جراب. انا كل اللي يهبني ايه في العيان ده? ان انا اشوف يعني ده كان عنده حاجة كده. وكان عنده آآ خلاص انا مش محتاج اشوف ميكوز الديتيل هنا في الاوسوفيجس. انا عايز اشوف بس وشكل اوسوفيجس ده ولا لأ. فالفلورو جراب هنا بالنسبة لي اكثر من كافي. هنا دي بس اللي هي ايه? ودي اللي هي اللي بتطلع لي في اخر الفحص. اللي هو العيان اتعرض لقدي ايه? والعامل بتاعت الانبوبة والحاجات دي بتطلع لي في الجنب كده. وده كان سريع كده لجهز الفلورو.